موسيقى المساعدة في 22 سنة فتحرك 23 سنة يقول لك أنا ضيعت السنة أو أنا كبرت لسا بقى هاغير وأعمل حاجة جديدة لا مكتبت مش حد كبرت يعني السن أو كبرت هو اللي انت ما يبقاش عندك أنا أول خلاينت اشتغلت معاه كانت أداني 8000 جنيه فده كان منذ مية طبعا المبلغ ورنتبك كم كان بقى؟ خمسة خمسة 1000 جنيه وعندها بيجي 8000 جنيه في الشهر يعني النفس اللي كنت بتعمليه بالزبط في الشركة تقلق كمان كان معاك فلوس عشان تبدأ البزنس ده خالص انا ابتدتش بفلوس خالص وكل حاجة كنت بعملها I was just offering a service اشتبري في شركة والمديرة كتب رغبة و ايه اللي حصل بعد جدا اوكي انا كنت كنت اموت واروح الشركة ده وبعد كده اشتغلت هناك وقعدت تقريبا خمس شهور والخمس شهور ده كنت حاسة انا فشلة وكانت مديرتي على طول شايفة وكان لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا فاقيت وبدأت فيلانسنج في الاول كنت باشتغل بقى في كل الاماكن اللي اريد كنت باشتغل الصبح وشتغل بالليل كنت باروح الساحل عادت على ثلاث شهور في الساحل وشتغل من هناك جيدا تدوص على طول ان انت تشتري كورس او buy now كورس للوقت عشان تبدأ على طول يتجيب كلاينتس يتبعولك من تصارب تبيع بـ 7000 جنيه كبداية انت ممكن تسعر قبل ما ابدأ الحلقة يا جماعة لو انت جديد عالشانل اهلا بك ومتنساش تعمل لايك وسبب قبل ما اتفرج عالحلقة اهلا بك النهاردة حلقة جديدة وحلقة قوية جدا 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 وانا بجد يا جماعة متشوق كوي سديق استاذ عمر متشوق ان انا اعرف ازاي الاستاذ احمد محسن راح طبعا كان مهندس اكيد اتخرج من هندسة زي ما احنا زي ما كل اللي بيقعد عالكورسي ده بيعمل وبعد كده اروح فتح كزا شركة وبعد ما فتح كزا شركة وهو تقريبا عنده تلاتين سنة قال لك لا انا هروح افتح اعمل على اليوتيوب والنهاردة عنده فوق الاتنين مليون مليون تومنمية لسا معلش يا جماعة عنده مليون اه صراحة انا عارف ان الفناز هتخش عدول اه لا على فكرة هم مليون تطوي اه يعني هما الاسبوع الجاي في ايام تيك توك الواحدة استنوا بس اه اه احب اقول لكم يا جماعة في اتنين شانلز على اليوتيوب واحدة اسموها بتوع الاكل والتانية اسمها احمد محسن الاتنين شانل دي كل واحدة قال تقريبا ربعمائة الف سوسكرايبر انا عايز اقول لكم يا جماعة ان الشانل واحدة بس ان انت تعملها الموضوع صعب جدا 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 ان انت تعملها ما بالك بقى ان الكونتنت على يوتيوب فيسبوك انستجرام وتيك توك على كل الحاجات ولازم تبوست على طول شغل احنا خش بقى في التفاصيل دي كلها وغير بقى ان في بقى شغل بيحصل مع شركات وصفر كل ده كل الحاجات دي بتاخد وقت كبير جدا مع علم بقى حاجة كمان ازودها لك ان هو مش من ثلاثين سنة ومن ثمانية وعشرين سنة سبت بقى كل انا كنت بعمله وركزت في بتاع الصفر وتصوير وكلام ده كله وده كان اول سنة جواز اوف ما بقى لك بقى عادة الناس يعني اللي بيتجوز بيبقى يعني ايه يعني بيحاول ياخد باله بقى مسلا المصاريف وانا مش هينفع سنة شغل انت لسه متجاوز اه ماشي الصراحة جامدة جدا ان هي جامدة جدا ان هي يعني وقفت جنبك متعاملة ومتفاهمة جامد جدا موضوع جامد جدا بس هول موضوع يعني هو كان خطر طبعا ان واحد يسيب فعلا شغل بيجيب له داخل يعني سابت الى حد ما ويسيب كل ده ويبدأ حاجة من الصفر بس اه وتلسه داخل على جواز وداخل على شقة اه فقد صعبة يعني هنتكلم في الكلام ده كله هنتكلم اولا انا عايز اعرف انت ازاي كنت بتجيب افكار للشركات اللي انت فتحتها وشركات نجحت يعني مش شركات فشلت وانت عشان فشلت قلت انا هروح اعمل لا شركات كانت بتعمل فلوس وكانت شغالة كويس بقال لها كذا سنة كمان وعملت وكانت شغالة وكانت ممكن تكبر بس انا حاسس في الاخر ان انت كنت بتدور على حاجة ايوة ايها دي دي ايها دي صح بس انا دايما ماشي ورا الحاجات اللي بحبها اين كانت ايه هي فانا بشوف ايه اللي انا بحبه ولا انا مستريح فيه واي حاجة انا متأكد اي حاجة انت بتحبها ومستريح فيها تعرفت عمينا فلوس جاب فانا كنت من زمان وانا من صغري يعني وانا بحب ان انا اصور وحب ان انا ادت وحب فوتوشوب وحب اعمل الكلام ده كله فده اصلا سبب من الاسباب اللي دخلني او اللي خلينا اختار ان انا ادرسها لان هي في نفس الفكر طب بالدزاين حاجة وتقعد بقى تكرييت وتبريزنت والكلام ده كله فانا كنت حاب بقى الشغل ده وبعد كده الشرك اللي انا عملتها كانت ليه علاقة بالدزاين وكنا بنعمل لشركات جابت. هو سوشل ميديا وجرافيك زيان والصور بتاعتهم وكل الكلام ده كله ونصور فيديوز وصور حاجات دي. فكل ده اصلا ان انا بقى بحبه. يعني انا اكتشفت يعني كل الحاجات اللي انا بحبها هتطف حتة واحدة. انا اصور اكلم بقى نعمل فحاصلت ان الشركة دي منجمعها كل الحاجات اللي انا بحبها مع عادة الصفر. ما كانش فيها الحتة بتاعت الصفر يعني. فانا كنت الشركة دي كانت ماشية وكان عندي فكرة كده. طب نرجع يا احمد من الاول شوية. قولي. نرجع من الاول شوية مسلا عند الجامعة. اه. ماشي. عشان في ناس كتير قويب تتفرج علينا. ولسه ممكن حيخشوا جامعة او هما في الجامعة دلوقتي وبيدرسوا. وممكن يكونوا بيحبوا اللي هما بيعملوه بس مش عارفين هما راحين فين. على الفكرة احنا اللي عاملين الشاي ده. ماشي. احنا مفيش سكر يا استاذ احمد. اه. عاليش يا استاذ احمد. احب اقول لكم كمان. براجاجة بالسكر بتاع. لا مش مشكلة احمد. احب اقول لكم يا جماعة ان ده ستة جديدة احنا عملناها في نفس الاستوديو بس غيرنا الموضوع. عملنا كده اه رفعنا السات. وهنا حنعمل ديكور جديد انتو شايفين دلوقتي الشباك وكده ورمين لكم اللي افطى هنا. اه بس السات ده احنا بنغيره. هيبقى شكله اه مختلف خالص بس عشان اقول لكم ايه على العسات اللي احنا عاملين كده النهاردة. مبروك. اه اللي. اه لسه. بس الله يبارك فيك. مبروك مقدم. اعم الله يبارك فيك. فعايزين نرجع احمد من الاول اولا انت دخلت انت دخلت هندسة كان من اهلك ولا كان التنسيق بتاعك ولا. اه اه لا الاهل. الاهل. اه كانت دايما يعني ايه والديتي دايما تقولي لازم اعزك تبقى مهندس. اتصرف. وانا زعيتها ما كنتش عارف انا عايز ايه. ما كنتش لسه عارف انا عايز ايه فخلاص اه هي اخترت لي. نخش هندسة. يلا. بس دخلت في الاول. وعدت فيها سنة وسنة ونص كده ما كنتش فاهم اي حاجة. فيزكس بقى وماث والكلام ده كله مش فاهم منه اي حاجة. رحت انا فاكر اليوم اللي هو انا خلاص بقى جبت اخري ومش عارف وروحت قلت اهلي بقى انا هسيب هندسة وازاي. فقلت بقى انا مع نفسي مسلا او هشوف حل اللي لسه مش عارف يعني فروحت لدكتور بتاع فيزكس ان هو ده كانت الحاجة اللي مكشفة فيها اي حاجة فيزكس. فقلت له دكتور انا دلوقتي هيسألك سوالي انا مش فاهم اي حاجة. يعني انا وراح على امل ان هو هيسعيدني بقى ويقول لي طب خلاص اقعد هشرح لك الحاجة. فبالزبط المقابلة خدت خدت تلات دقيقة. قلت له دكتور انا مش فاهم اي حاجة. قال لي طب انت دخلت هندسة لي. قلت له عشان اهلي. قال لي اعمل اللي انت عايزه يسيبك من اهلك. قلت له شكرا دكتور. والله يا موضوع بالزبط كده امتي ماشي بغير كله. سبت بقى اه ميكانيكل. لقيت بقى بالصدفة وانا نازل بقى مسلا قابلت حد بيقول لي انا لسه داخل وبتاع ايه رأيك ده عبارة عن ايه ده بحنا انا ما معرفش اي حاجة عن اي حاجة. ده احنا وبنرسم وجميل وبتاع قلت اه انا بحب الرسم. احب الديزاين. احب نفكر. حلو. يلا. بتداخل اركتكتور. احمن ان ما فيش اي حاجة بتجهزك. لا خالص. او تفهمك اصلا انت رايح فين. لا خالص. هو بس مهمتك انا عايزك تعمل ده. روح. حاضر. اللي انت عايزها. انا مش عارف. موطول ما انا مش عارف. يعني هتاخد كرارات انت هتاخد كرارات غلط. يعني طبيعي فهم? لكن انا يعني تتحلم بقى مع الوقت. يا. بتخش بقى تكتشف بقى نفسك في الكلية دي مسلا او في الحاجة اللي انت بتحبها. هل انت بتحبها قوي? ولا انت ممكن تكتشف تبقى فاكر ان انت بتحبها ومع الوقت تتغيرها. طب تفتكر ايه اللي المفروض يحصل لا تسي لو انت دلوقتي ابنك دلوقتي. ماشي? لسه. بقى. او بنتك. بنتك دلوقتي هتخش الجامعة خلاص. اه. ماشي? انت شايف ايه اللي انت ممكن تعمل هولا ان هو يسعيدها ان هي تختار او تفهم. هتعمل ايه مختلف? المختلف. اسمها ايه? ندين. ندين. عشان نتقرى وجيب يا ندين. المختلف ان انا هفهمها اللي موجودة كلها. يعني انا في حاجة مؤمن بيها انت برضو عمرك ودايما بقولها يعني انت عمرك ما تعرف انت بتحب ايه لو عمرك ما جربت. يا هتكتشف ازاي وانت ما تعرفش. فهخليها تجرب بقى كل حاجة كرياضة كمسلا تشوف بتحبه وتحب المواد المختلفة اللي موجودة تحب الرسم الغنى. ما تفهم اللي موجودة كلها هي هتلاقي نفسها في الحاجة اللي هي. عسانة كلها مولود بحاجة هو مزروعة فيك. نعم. انت هتكبر هي بس مجرد انت تكتشفها. فانا ما اوريها كلها اللي موجودة. فهي تكتشف هي بتحب ايه? فهتشتغل عليها هتجيب لها فلوس. كل حاجة مؤمن. اي حاجة اي حاجة بيجيب فلوس. جميل جدا. بس. فالواحد يجرب حاجات مختلفة ويشوفه فعلا بيحب ايه? وممكن يجرب في كدير يعني مسلا انت بتحب انت واحد بيحب الفن بيحب الرسم بيحب حاجة ممكن 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 ويب ديزاين ممكن بالزبط مع العلم بقى في حاجة مهمة برضو احنا ما بناخدش بقالنا منها ان احنا احنا بنتغير مع الوقت كلنا فانت مسلا لو واحد داخل الجامعة دلوقتي مسلا عنده سبعتاشر سنة مسلا حاجة زي كده. خد قرار ان هو مسلا شايف ان هندسة هي دي اللي انا بحبها. اه انا بحب الرسمة كل حاجة جميل. بس اللي محتاجين بقى فاهمينه ان انت مسلا ده واحد عنده سبعتاشر سنة. لما يبقى عندك تلاتين سنة مش لازم تكون فكرك هو هو وانت عندك سبعتاشر سنة. مش لازم تحب نفس الحاجة. ما يبقاش نفس الفكرة اتفضل الصراحة. مشكلة. مشكلة طوعة. فعشان كده محتاجين يبقى عارفين ان ان احنا بنتغير وكرار انت بتتغير والحاجات اللي بنحبها طبيعي ان هي تتغير. يعني. فلو اخدت كرار ان انت عايز تكمل في حاجة زي ما نسأل اخترت اندسة اه اركتاكتر عشان وكده. مع الوقت اكشفت لا انا في حاجات تانية بحبها اكتر. بس في نفس بس مرتبطة. قريبة. صح? قريبة. بس فكر ان انا عادي سبتها. دي اللي اعايز قول بس يعني سبتها بطبع متفكير وترتيبات وخطة مش سبتها كده. بس ما قلتش لنفسك ده انا طيعت تمن سنين من عمري. لأ. يعني تمن سنين راحوا على الفاضي. انا اصلا كنت قاعد تمن سنين في الجامعة عشان حتريبا نكرم ده في موضوع ده قبل ما تسجل. موضوع تمن سنين. بس انا يعني التمن سنين في الجامعة انا كنت اعيدهم برضو بمزاجي شوية. يعني ما كنتش باخد كلها. اشتا. اه. لا. بس انا انا عيدت مادتين. اوكي. الاخر يعني. اكناميكس والماث. جامل. اه اكناميكس اعتها ثلاث مرات مسلا. والماث ده عدته مسلا ثلاث مرات تانين. يعني ضايع فيهم. اه بس كنت باخد فعلا اه يعني يعني في السمسر قليلة عشان انا كنت عايز اقعد اكتر لان انا في الجامعة كنت مشترك مسلا في في كلابز كتيرة فانشلتها كتيرة في الجامعة. حاجة ليه علاقة بفولكلور. كنا بتعلم في الشعبي المصري ترقص وتعمل استعراضات اه بالجلابية بقى والعصيان وبتاع في الجامعة. في الجامعة دي بتساعدتك بنمت حاجات عندك. طبعا. بتركيماند الناس تعملها. اه طبعا. انا في كنت مسلا في ستة في نفس الوقت. واقع. على 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 بنعمل حاجات للمجلة بتاعت الجامعة حاجات. فيه حاجة غير مثلا كنت الميديا كنتمسك الميديا بتاعت فهي الفكرة دي بتساعدك ان انت اصلا تتعرف على ناس. ساعدك انت تتعامل مع ناس. ساعدك انت تعرف انت بتحب ايه. يعني مسلا الحاجات بتاعت فولكلور دي. ايه او الجزء بتاع فولكلور ده. غير ان انا كنت اه بنحب نطلع على المسرح وبيشجعني نطلع على المسرح. حسنا كنت بخاف اطلع طبعا على المسرح. ومرعوب ولو شفت اول فيديو لي وانا بنستعرض فهم? مشكلة كارسة. بس بتعلمك حاجات كتير. في نفس الوقت كنا بنسافر. فكنت حبيبة جدا احنا بنسافر ونعمل استعرضات بقى حواليا العالم كله في بلاد مختلفة. فطبعا الانشطة اللي في الجامعة مهمة جدا. بجانب اللي انت بتدرسه في الجامعة. ممكن يجون اهم من اللي بتدرسه. ممكن بدرسه بالزبط. لان انا اللي درسته يعني اللي استخدمته في الانشطة دي هو التقريب ان انا بشغال به. صح. السفر والدزاينز والفوتوغرافي كل ده اللي انا بعمله دلوقتي. والسكيلز بتاعتنا. بالزبط. بالزبط. جاملت فشغة. طيب. تعالى نعدي بقى الجامعة. انت خلصت جامعة. تمام? خلصت جامعة. ابتديت تشتغل في الفيلد. ما كانش هو ده اللي انت كنت متخيله. صح? اه انا ما تخرجت كنت بقى متخيل يعني الناس كتابت تقول لك خلاص انت داخل وبتاقى تشتغل بقى وتاخد مرتب والديل وبتاقى. فانا بقى دخلت وقدمت في شركة وتقابلت فيها. وبدأت الشغل اصلا كان مختلف تماما عن اللي انا درسته. انا كنت ندريس بقى ان احنا ازاي تدزاين وكرييت وكله على الورق. الشغل بقى كان لازم تطلع بقى وتشتغل بقى مع. على الموقع. على في الموقع بالزبط ورملة وصيراميكو بتاع وفي الاخر كنت باخد الف جنيه في الشهر. مشكلة بالنسبالي. يعني يعني مش مشكلة الفلوس يا كنت صدمة الاهلي طبعا بس يعني كتعادي يعني ما عنديش مشكلة انا هتعلم ونجرب وبتاقي بس اليت بقى لا ما هو يعني ولا فلوس ولا انا مبسوط في الشغلانة فانا ما بقيتش ان انا عايز اكمل. ما بيتش مبسوط يعني. اوكي. فعدت مسلا اه. ازاي تقدر تجيب كلاينس يدفع لك من خمس تلاف جنيه لعشرين الف جنيه تعمل لهم شوب فاي ويب سايت. او ازاي ان انت تتعلم تعمل ده عشان تشتغل في شركة محتاجة ان انت تمسك لهم الشاب فاي. الناس فعلا محتاجة للموضوع ده وناقص في السوق وفيه جاب كبير جدا. المركز كبير قوي. ففي شغل اي حد شرطر اي حد هيحط وقت وهيتعلم وهيبعيش دعمل حاجة هيوصل. ممكن نجيب لك شغلانة بكزة طريقة مختلفة. وممكن تبقى على على حاجات زي كده زي ما احنا ممكن نشوف الواحد بالتفاع له من خمسة وتلاتين دولار في ساعة لفوق المية دولار ومتين دولار في ساعة. معايا علي وعمر عندهم شركة اسمها بيعملوا اي كوميرس طورز بالشوب فاي. هيشرحو لنا ازاي هما بدأوا شركتهم من ولا حاجة من لاشي يقدروا يشتغلوا من اي حتة هما عايزينها في العالم. فلو انت عايز تشتغل كشوب فاي ديبوليبر سواء كفري لانسل او تعمل كروفايل على هاب وورك وتبقى قاعد بتشتغل كروفايل على البحر تدوس على اللينك اللي تحت عشان تبتدي معانا الكورس دلوقتي. عدت مثلا ايه سبع شهور. اوكي. وقلت خلاص انا هسيبك وهجرر احسيب الشركة وهجرب في شركة تانية اقوى. يمكن ايه? احب الشغل هنا. وكانت في كنت منشتغل من الافس. فحلو. فروحت الراجل بيقول لي كنت تقبت كيف? بقول له الف قال لي طيب عشان انت كنت ايه بتاع. شخك مرات تبديك? الف ونس. الله. انا بالنسباني بقى خمسين في المية فهم? انا جامل. يلا بينا. شهرين وسبتو. وساعتها بقى وكررت بقى خلاص. مش هو ده. جامل جدا. وساعتها بقى كانت بدأت ان انا كنت اتعرفت على الناس. يعني مش اتعرفت. انا الناس تحبي من الجامعة يعني. كنا جمعنا وكده. قلنا هنعمل شركة شركة سياحة. وفي نفس الوقت انا كنت بقى ايه? بعد ما قلت هسيبقى اركيتكتر انا بقى في الحتة دي بقى كنت قاعد بقى بكتب بقى انا بحب ايه? اه رسم اه تصوير. انا عندك كم سنة? تلاتة وعشرين مسلا? اتخرجت ستة وعشرين. اوكي. في الفين واتناشرة. اوكي جامل. اه برضو في الحتة دي احمد اه كنت بتديد تحس نفسك انت فاشل انت المفروض تتجوز يبقى عندك وفي ناس صحابك اتجوزوا وبقى معاهم عربية وبيق ومخلفين ممكن. كان ايه احساسك في الفترة دي? خالص احساسي ان انا مبسوط. بجد. احساسي ان انا يعني بص انت لما انا في حاجة خدت فيها قرار ان انا بس هعط في الجامعة عشان او في الانشطة الموجودة في الجامعة وان انا سافر قبالك اكبر مصلحة في الجامعة بالنسبة لي هي الاجازة الكبيرة. تلات شهور في الصيف وشهر في الشتاء. ده بالنسبة لي كان صفر. انا انا بقى مستنيها واقعد احوش عشان ايه اسافر شهرين تلاتة اقعد الف بقى اقعد ايش حياتي. فبنسبة لي الجامعة ان انا اقعد فيها زيادة ده كنته مبسوط فيه. ان انا سبت الجامعة بمسئولية بدأت والحياة بدأت فاهم? عشان كنتش عايزة اسيبها دلوقتي. فاهم كنتش نادمين. وانا ما باخد قرار في حاجة. حتى لو هي بقت غلط. بس مش هندم عليه ان انا في ساعتها اخدت القرار وانا انا في ساعتها كنت شايف ان ده الصح. ما كانش في ناس حولك كنت بتتكلم كان ناس في العيلة كلام. عكس اللي انا بعمله يعني. اه 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 او. اه اللي انت بتعمله. عنده ستة وعشرين سنة سواء عشرين سنة لسه عمال بي. لا هي كان الحاجة اللي كان يعني. سنة كنت في نفس الحاجة. انا ستة وعشرين سنة كنت لسه ايه شغال في مطعم كنت لسه كانش فيه كانش فيه اي حاجة. يا ابني ارجع يا ابني اشتغل مع بوك. يا ابني روح اعمل ماسترز يا ابني. فاهم? انا عارف يعني ساعات بتشكي كده الناس ما بتعطي قولك كدير تبدأ تشكي في نفسك. ايوة. وده اللي حصل. وبعينا ما اجي اقول مسلا انا ستة وعشرين سنة ولسه هبدأ ادور على شغل واحد صاحب يقول انا متخرج وانا عندي واحدة وعشرين سنة. انت لسه هتبدأ ادور على شغل انا شغال من قد كده. فالحاجات دي طب انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط ولا ايه بس في الاخر يعني مع الوقت بقى اكتشفت ان انت طول ما انت يعني فعلا الحاجة اللي لو انت مبسوط فيها او بتحبها يعني مش طاعة تحسبها كتير. يعني دلوقتي انت بتقول انو كنت ماشي صح جدا. اه دلوقتي بقول يعني دي خطوات يعني دي خطوات شان توصل للحاجة اللي انت تكتشف نفسك فيها. يعني انا وكنت فاكر ان انا ما هعمل الشركة دي هو ده اللي انا عايز اعمله. بس اكتشفت يعني الخطوة دي خليتنا اكتشف ان مش هو ده اللي انا عايز اعمله. السفر. والفيديوز اللي بعملها. ممكن بعد كم سنة اكتشف ان الفيديوز دي مش هي اللي انا عايز اعملها. وانا عايز افهم. ليه الناس مقتنعة. وفهمة ان هم اول لما يتخرجوا من الجامعة. لازم يكون عارفين بالزبط عايزين يعملوا ايه. اه. وان حياته. احنا كلنا في غسيل مخ في دوامة كده. كله يعني كله حاسس ان هو لازم يكون عارف هو بيعمل ايه. معنى هو مش لازم خالص وهتعرف ازاي. يعني انت يعني هتعرف ازاي. لازم تكتشف نفسك ولازم تقضي وقت وتضيع وقت كتير وتغلط وتفشل وتنجح. لحد ما تكتشف حاجة انت هتكمل فيها. فانا يعني ما بشوف الناس اللي هي اصلا مسلا داخل اتهندسة ولا طب وقعدة سبع سنين بهو بيشتغل في طب عشان بيبقاش ضيع السبع سنين. ويقع بقى حياته كلها الجاية. عشان السبع سنين اللي هو بقى. ستين سنة تانيون بقى مبتعب. عشان اللي هو درسه. لا عادي موضوع عادي. والناس اللي هي في وسط الكلية وعايز اتغير الكلية بيقول انا ضيع سنة ولا سنتين من عمري. فكر فيها كده يا فاهم انت لو عندك يعني ستين سنة ولا سبعين سنة وفي سنتين اختفوا. هدل هيأثر في حاجة? ولا هتحس باي حاجة عادي. عادي السنتين دول لو انت لو ده المشكلة يعني. وانا عدت عدت تماثي في الجامعة يعني. جاملت فاشل. ومبسوط. والهدف في الاخر انا مبسوط. مبسوط باللي انا بعمله. مش بعمل حاجة خاصة عني. انا في عمر اصلا ما كنت بعرف اصحى بدر واروح شغل وبتاع مش شخصيتي ما بعرفش عملها. فعلا ما بعرفش عملها. فبتلاقي نفسك بقى اللي انت بتحبه وبتكتشفه وهو بيجي لك مع الوقت. جامل لابا. فتحنا اول شركة. سيبت الشغل قلت خلاص انا مش بتاع اول شركة. فتحت اول شركة. فتحت ايه اول شركة? وفتحتها ازاي? لقى دي كانت مع مع صحابة اه كانت شركة سياحة واجمعنا وقلنا خلاص كل واحد هيقسم يام الشغل كزا ويام الشغل كزا وبدأنا في الشركة. بس هي بعد كزا الشهر كنا كتير. كنا شركة كتير. فكتحصلت مشاكل. فأنا مشيت. 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 وقلت بقى خلاص هركز بقى في ايه اللي هي شركة بتاعتي اللي انا فيها الواحتي. اوكي. وابدأ بقى ونبدأ بقى نجيب تيم ونكبر التيم ونشتغل مع بعض ويجبت مكتب وواحدة واحدة بقى عندنا ايه خمس سنين. اه شغلين وكنا شغلين كويس وما كناش حتى بنعمل عشان نجيب جديدة كان كلها كله بيقول ونشتغل. وما كنتش حابب ان انا كبرها قوي. اوكي. انا كنت حابب ان هي صغيرة كده. وعندي وقت. اه بزبط ايه احنا شغالين ماشي في فلوس جميل. مبسوطة. في كم كلاينت كده بنقعد ايه لو قال لون زو. فهم قصدي ماشيين كده مش مزودين الدنيا. وده اللي انا كنت عايزه عشان انا عارف اسافر. اعارف اخرج. اعارف انا براحتي. اعارف اضيع وقت فهم. يعني انا واخد الحياة ممكن يعني ايه ببطء شوية عن معظم الناس يعني هو عادي. وهو ده مكتنع بي. الناس ممكن مشكلة الناس شافة ان ده صح. في ناس ممكن تتفرج عنهم ايه ايه الكلام. اهو ايه الكلام. اهو ايه الكلام. ايه عندما نزيف الجامع عليه يعني. كنت لو انا عملت فهم? دراست حاكتين. بس اه هي دي شخصيتي. وانا بتأقلم مع شخصيتي يعني في في الشغلة ده يعني. بس بعد خمس سنين. وكان هدف ان انا بقى يبقى عندي المكتب والتيم ومبسوطين وكلام ده كله. اكتشافت اه وصلت اللي انا كنت عايزوا. بس اكتشافت واعدين يعني مش مش مبسوم يعني خلاص بقى الدنيا بقى كل يوم زي بعض كل يوم زي التاني. فاااا. ساعتها بقى خش بقى في اللي بعد. اه اه خش خش. اللي هاي الفيديوز بقى. اه اه اه. الاكشن بقى. مهي دي دلوقتي خلاص. ان احنا سيتنا في. ايه ايه. احوالي كوباية شاية تانية كماعة ولا واحدة بس. حسب البجت. هتشوف الحلقة هتجيب فدلوقتي انت خلاص حاسس في حاجة مش صح? في الشرك اه حاسس ان الموضوع بقى ممل شوية. اه. تمام. حاسس الموضوع بقى ممل بس. تمام. ودي يعني دي فهم المعادلة الصعبة يعني هي الحاجة وبتجيب فلوس بس هل بقى سيبها ولا وداخل على جواز كمان. وداخل على جواز. جامد. ده انا كنت دخلت بقى خلاص كنت جوزت. اه. كنت جوزت ومش مش مبسوط في الشغلان. احنا ما قلناش ان انت في الفترة اللي فاتت دي كنت بتسافر وبتصور اه سفرياتك. دي ما قلناش فعلا. من زمان من صغري منو انا مثلا يعني او ما يعرف تمسك كاميرا حتى. كان فهمم? اه كان بغاية عنده كاميرا كده فهمم? بيقعد يدهاني وعد اصور. وعد اعمل افلام كده بالصور في دماغي يعني انا اصور كزا لقطة يبقى وعد اعمل مع شاهد كده ولا صغير. دي كانت فترة دي حبيبتني في التصوير عموما. لحد بقى ممكن يعني في التصوير عادي اللي هو كان الفيلم. التصوير الفيلم العادي. لحد مسلا لما اخترعوا التليفون اللي فيه. سجل صوت. من ساعتها بقى وانا بدأت دوكيمنت حياتي كلها. مش بطريقة يعني متخرفة الزيادة يعني بس اه اه يعني مش يعني بس كل حاجة بس كنت بسجل خروجات بقى مسلا مواقف بتحصل اسجل. يعني مفيش فيديو مفيش صورة معي بسجل صوت. اه حاجة في المدرسة موقف مسجل. اه. بتحسن الموقف ده بيعيش معك ببيت حياتك? بالزبط. سبب من الاسباب اصلا اللي خلينا سجل الحاجات دي كل انها اللي بانسها. بس انا لو في حاجة صورتها او سجلتها مرة واحدة. وشفتها تاني يوم مسلا عمر ما انساها. بس اه لو حاجة عدت وانا ما صورتهاش ولا اي حاجة كل ده بانساها. يا ازايك على فكرة. حلو. فسجل بقى. عشان كنا عنا بتسجل كل حاجة. من اول لما دخل. بس لحد بقى ما لحد ما بقى فيه بقى المغايف فيه كاميرا وبتاع بدأت بقى ان انا اصور صور وفيديوز. عندي فيديوز من وانا في المدرسة من وانا عندي تلاتاشر سنة. والفيديوز موجودة وكل حاجة وبدوكمانت والنهاردة راحين كزا وعملنا كزا وبص مين عمل ايه. اللي هو بعمل فلوج قبل ما ما فهمي. قبل ما حد يكتشف بس دايما كنت بتبقى عندي طبعا. يعني دايما الفيديوز دي تبقى عندي ومحدش بيشوفها. يعني ايه اللي بقى لو اتجمعنا احنا وصحابه بتاع. لحد بقى الكرار بقى اللي هو بتاع. لحد ما انا جاي لحد الفترة لما انا كنت مش مبسوط في الشغلانة بقى اللي هو في الشركة. دي بقى جاي واحد صاحبي. ممكن اه سوريا احمد. ممكن تقول ايه هي ايه هي الساينز ايه هي العلامات اللي جات لك ان انت مش مبسوط? كنت بتصحى متدايق كنت اه. لا ما كنتش بصحى متدايق بس اه. يعني حاسيت موضوع مكرر. يعني مش حاس ان انا باكتشف حاجة جديدة. يعني دايما بحب يعني اكتشف. احب اه. ما فيش. احب اكشن. الشالنج لو كنا على الشغل ففيه الشالنج بيجي عايز حاجة معينة فهنقع بقى نكريت ازاي هنه هنعمل الفكرة دي والكامبين دي والكلام ده كله. الشالنج في الشغل بس اه غير كده مش عارف. اه. نفسك مش هو. بس ما كنتش ساعتها بدور على ما كنتش ساعتها عايزة اغير. انا اقول لك بقى التغيير ده كيف ايه? لحد ما جي واحد صاحبي صاحبي اوه من زمان بقى امام المدرسة. جي قاعد بقى يوريني ايه جي البيت عندي. قاعد ساعتين يفرجني على هو الاول اللي قال لك نزل انت قلت له لأ. اه ما هو هو الاول جاب هالي واحدة واحدة. قال لي هم شغل بقى على سكريم بقى فاهم على التلفزيون وقاعد يقول لي ايه? اه بص الراجل ده بيعمل ازاي وبيصور حياته ومعرفش ايه وانا عمل له ايه عمل الفاكس الفاكسان انت بتقول له ده يعني هاعد اصور وانزاله اونلاين وبتاع ساعتين بيحاول اقنعني ويقول له لأ طبا. فاكس. تاني يوم جي واقعدي يقول لي انا بقى كنت ساعات بقى عايز. ده الفين وخمستاشر الكلام ده? الفين وستاشر. الفين وستاشر. السنة بقى اللي هو سبت فيها الشركة واتجوزته ودخلته في الشركة في الشغل الجديد وكل حاجة. لحد بقى تاني مرة تيه بقى عاد برضو يقنعني في البيت انا بقى كنت زهقت. عايزة امشي بقى. وش كل يوم اتفرج نفس الحاجة. لحد لما وصلي شغالي فيديو تاني كده حدي بيحسب اليوتيوبرز بيعملوا اه فلوس قد ايه من الفيديوز بتاعتهم. دام. ساعتها بقى اتكليكت. اه بس ايوة ايوة ايوة. تعالى بقى. انت حبيبي اه 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 اه. فاهمت بقى ان انت اللي بتعمله ممكن تعمل منه فلوس. فخلاص يعني ده اتحلت. يعني انا بحب اسفر واحب اصور واحب اعمل كل الكلام ده كله. وهعرف ان انا عمينا فلوس. يلا بينا. بس هي ما كانش بالسهولة دي بقى. خالص بقى. لان مبدئيا انت اكيد عارف برضو السعر الادز في امريكا. هوقا بفارجي عناس في امريكا. ففلوس الفلوس بتوصل لهم ممكن تبقى. واحد مثلا هقول لكم واحد عنده مسلا مليون في امريكا ممكن بيعمل بتاعته مسلا نت مليون دولار اه ارقام كي متخلفه. في السنة يعمل واحد لو عنده بتاعه في او في مصر نت بيعمل مسلا عشرين الف دولار. ولا حتى كده. ده حد فاشخ الدول يا ايوة. اه يعني اه بفعلا حتى الارقام دي مش موجودة. الانت العشرين الف دي مش موجودة خالص. خالص خالص لان انت اصلا انت ممكن تحسبها. يعني انت ممكن تحسبها انت الالف يعني مسلا في مصر مسلا الالف اه ممكن تبقى بتسعين سنت مسلا دولار ده في مصر. في امريكا ممكن تبقى الالف الفيو انا بكلمها الفيو مسلا في امريكا ممكن تبقى اربعة وعشرين دولار. هم. فانت ممكن تحسب اصلا بتاع النسبة. اه بالزبط. اه يعني من نص دولار للدولار في مصر. في الخليج من اعلى. بكتب اربعة دولار مسلا. في امريكا بتوصل بقى عشرين وبتاع. ففي مصر يعني ما فاهم. فدي ده ده ابن رازينا يعني تكتشفوا بقى بعده ما بتبدأ. بس انا ايه? كانت واحدة واحدة بقى بسيب بقى الشركة اللي انا فيها. واخش في الحاجة الجديدة اللي انا بعملها. يعني طبعا ما اتصحش ان حد بقى تكتشف حاجة بيحبهك ومسايف بالشغل بتاعه. ويبدأ بقى مصفر هيلبس. انت وبالذات برضو ممكن نقول ان انت برضو ممكن تكون مختلف عالناس ثانية. فده مش نصيحة للناس ان هي بتعمل ده. مش تسيب شغلك وتروح تبدأ عشان المضوع امام مش كده. ده انا ها ادهلك. اه. اصلا بعد ما بدأت وسبت بقى الشركة دي. انا عدت اصرف عالشانل وعالصفر وعالكلام ده كله لحد ما وصلت الفترة يعني بدون مبالغة انا ما عارف له اصلا. خلص. وفي يعني يعني الامتابع عارف يعني في سفرية بتاعت اندونيسيا روحت تعد شهرين رجعت معاه تلتمية جنيه في البنك. دايما. بس هو متجاوز فاهم? وعندي شقة وعندي مفروض مصاريف وعندي حاجة كتير اوي. بس انا مؤمن طالما هي ايه ايه يعني الحاجة هجيب جنيه يبقى لو اشتغلت عليها هجيب مليون فاهمني? جمع. فبدأت ان انا اركز بقى عادت بقى طب احمد ممكن نرجع ممكن نرجع لما تبدأ في ناس كتير اوي عايزة تبدأ على السوشل ميديا تبدأ بودكاست تبدأ يوتيوب تبدأ تبدأ تبدأ. بس كلهم ابدأ منين وقدم ايه? آآ هي يعني لو انا قلت مش هستفيدوا حاجة. عشان ده اللي انت بتحبه. بالزبط. انت هتبقى عارف انت عايز تعمل ايه. بس اخو بالك يعني انت ممكن واحد يقول لك اه انا بحب الصفر. طب انا هنعمل فيديوز على الصفر. خلاص سهلة هي ومحلولة. لا بالعكس يعني مش بالعكس بس يعني غلط لان انت ممكن تكون بحب الصفر بس ممكن تقديمه بطريقة تانية او تعمل منه فلوس بطريقة تانية. بان انت تعمل شركة سياحة. مش هزي تبقى بتعمل ممكن تبقى انت فعلا اشتر في ان انت تعمل واتريبس واتريبس وبتاع احسن من انت تكون بتطلع وتتكلم مسلا على الكاميرا وتعرف وتأدت مسلا فهم قصدي? نعم. فانت ممكن تكون بتحب حاجة بس ممكن تعمل فلوس بطرق مختلفة. مش هزي بنفس الطريقة. وده اللي حصل لي. كيوسف يعني. لقيت نفسي مش. في حاجة مش عندي على السوشل ميديا زي ما كانت صارة مسلا اختي عندها يعني صارة اي حاجة بتفرع. مم. انا ما كانش عندي الحتة دي. وكنت عارف لو انا دخلت في السوشل ميديا وكملت عشان احاول اعمل فلوس من برندات. مم. مش هياكل معي. فاستخدمت السوشل ميديا بطريقة تانية. ان انا عفتح شركات من وراه انا نعين ناس وكذا وكذا. بالزبط. وبتعمل البودكاست وبتعمل ده كله. وبمونات عايزه بطريقة تانية خالص. بطريقة تانية بالزبط. خالص خالص غير البيوز غير كل حاجة. بها دي الفكرة. فانت يعني الناس تبدأ ازاي? لو هو شايف ان هو عنده فعلا ممكن يعمل وبتاعه. محتاج ان هو يجرب. يبدأ يجرب حاجة والتانية والتالتة والرابعة. لحد ما هتلاقي حاجة الناس حبيته بها. بس هو عمره ما هيبدأ في حاجة فهم? يعني لو هو متايح عمره هيعرف كده بسهولة. لازم يجرب حاجة كتير عشان عشان يبدأ يعني. جميل جدا. بس هي مش سهلة. يعني برضه عشان الناس ما تفكرش ان موضوع سهل انك تعمل كونتنت اونلاين وتعمل منه فلوس هو هتتعزب سنين. سنين. يعني انا عدت سنين عشان ابدأ اصلا يعني هيبقى دخل كويس وتمام. يعني ان انا معه في الاول كم شهر يعني في اول كم سنة فيما بدأت كونتنت. اه سبت شركة. اول كم سنة مش اول كم شهر. اه 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 اول كم سنة. اهي الفترة برضو اللي ما كانش معي فيها فلوس. الفلوس جات لي ما جاتليش من الكونتنت. جات لي من انا كنتي بعمل اه سايد يعني كده اللي هو حد عايز يعمل لحاجة حد عايز يكريت كونتنت. حاجة فريلانس. حاجة فريلانسين بالزبط. كلها فريلانس مش من شؤول. اهي لو الدنيا بازت خالص خالص خالص. عارف ان انا هعرف ابدأ الشركة تاني. وعارف اقومها ازاي. ان انا عندي. بس حصلت ان في نقطة ضعف حديقي. ان انت لأ انا خلاص يا جماعة انا هاقفل. لأ. ومسلا مراتك انت امودينا في دعاية. مش ايه بس ده البيت كله يعني. فلا هي ما وصلتش لكده لانها زي ما قلت لك. انا طالما انا شفت ان في حاجة هتيجي منها جنيب هيجي منها كتير. فحاجة انا بحبها. طب ما خلاص بقى يعني لأ انا محتاج اشتغل عليها اكتر. قبل ما اقول ان دي ما تنفعش. فاطلع اخري يعني هجيب اخري فيها كله. وبعا كده هكشوف بقى هي هتمشي ولا مش تمشي. جامد جدا. انا لسه بنجيب اخير ناعي لسه مصنر. جامد جدا. شايفين دلوقتي. اه. ممكن اتكلم سريعا عن الاكويبمنت لما بدأت كنت بقى جيبت روحت اشتريت اغلى كاميرا في العالم عشان تصور بها ولا البداية بتبقى بداية صغيرة وايه اهم حاجة في البداية? اهم حاجة ان انت تنزل كتير اهم حاجة ان الكوليتي يبقى حلو جدا. ان الطمني اللي يبقى حلو. ايه هي اهم حاجة لساعدتك تاخد البوش. طيب هي مبدئين الاكويبمنت اللي كانت معي عشان كنت بصور فانا كنت بقول لك ايام الجامعة ومن زمان بصور فانا كان عندي كاميرا. اه يعني كانت مسلا كانت تلات تلاف جنيه مسلا ولا حاجة اربعة تلاف جنيه كانت هي دي اللي معي من ايام الجامعة مسلا وهي دي اللي بدأت بها وكنت بصور بها. اه طبعا مش طبعا مش كل الناس لازم تبدأ بكاميرا كده. ويعني هو اصلا دلوقتي احسن لهم ان هما يبدأوا بالموبايل. كله دلوقتي بيبدأ بصور بالموبايل. ودلوقتي بتحس ان الفيديوز اللي كوالتي بتاعتها عالية. لو مسا هتبوست على تيك توك او انستجرام او حاجة او حتى فيسبوك. هتلاقي ممكن تقل. بالزبط. لما الناس بتريليت لشكل الفيديو انه هو بيبقى حاسس انه ممكن يصور زيه. لو ما تيجي تعمل فيديو اكل مسلا انت مصار بالموبايل. وعملت الغلطات دي والالوان مسلا عاملة معرفش ايه. شكلها واحد طبيعي عملها. مش مش بقى مش تيم. مش بقى. فببنسبة لهم بريليتو ايه ده زينا. جامد. ده مش حد جامد او حد اكبر مننا. ايه. لا ده زينا عامل كونتنت ايه ده تحسنك قريب منه. جامد جدا. فاللي عايز يبدأ هو دلوقتي اسهل وقت. وآآ يعني وانا كده كده تيك توك انستجرام فيسبوك اشجعهم. يعني يوتيوب اصعب بلاتفورم. يعني صعب قوي. تصدق ان انا ان انا. وبعده انستجرام. انت عارف ان اسهل البلاتفورم بالنسبة لي يوتيوب. بحسها. اه. ده انا بالنسبة لي اصعب اه. اه. صعب جدا جدا. هو ممكن تبقى اصعب انت عشان انت فيه جامد قوي في الحلقات بتاعتك. انت برضو حلقاتك فيها تجهيز. انا ما هيدي الفكرة. يعني انا يعني مسلا ايه بالموبايل تيك توك بالموبايل. اه فيسبوك برضو بالموبايل هيعمل شغل جامد. يوتيوب لما انا كنت بصور بقى وكنت مركز بقى الاسهل انا مؤخرا غيرت الاولى بتاع شوية. بس انا في العزة بقى بتاع الفيديوز اللي كنت بعملها كان بيطل عين. يعني باسافر مسلا از... Do you want to have the freedom to work from anywhere in the world? Are you dreaming of getting back all that time you spend in traffic? Do you want to be able to work on your passion and be financially independent? Do you want to stop spending on transportation and food at work and actually save up? This can all happen now. As a virtual worker ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تفهم? عايزة طلع حاجة الناس تشوفها ده جامد. يعني هو فيه شغل جامد ما بزول في الفيديو ده. بس مش فاكس نكتب قول كده ليه بقى. عشان نكتب قولك ان بحيث ان اليوتيوب اسهل بلاتفول. وانت بتقول لي ان اليوتيوب بالنسبة لك اصعب بلاتفول. في يوتيوب الناس ممكن في يوتيوب بتكسبكت كواليتي مختلفة عن انستجرام وتيك توك وفيس بوك. فعشان كده انا بشوف ان هو اصعب. وانا انا. ودلوقتي الواتش تايم يعني الناس ما بقاش بعد تيك توك بقى طبعا جي ضمر العالم. اه. ما فيش حد عنده الصبر ان هو ادو تفرج على يعني ربنا مع الناس اللي تفرج على الفيديو ساعتين فجامد يعني الناس تفرج ده يعني اللي هما يتفرجوا كل ده فهم? بس اه بس سهل. اه قلب ولايك وسبسكرايب وبتاع. نا اجامد جدا. امتى لما بدأت الشانل? انت بدأت كزا شانل بس اول شانل بدأت احمد محسن. صح? اه. لما بدأت كان فيه اتجاه معين انت عارفه ايه رايح فيه بالزبط ولا بدأت? سافريات انا بحب سافر فانا هسافر وهصور اللي هيحصل. ما عرفش اللي هيحصل انا هصور اللي هيحصل. في الاول كانت كده. اوكي. انا في الاول كان حتى ظهوري على الكاميرا قليل كان عبارة عن كنت بظهر واتكلم كل حاجة بس ايه عبارة عن اللي بيتفرج هو انا مش بقوله اللي بيحصل. هو لكنه ماشي معايا. جميل. يعني بقى ماسك الكاميرا وخش اتكلم الناس مسلا هطلب كزا ولا مسلا في اي بلد يعني بعض اصور بقى انا عايزين كزا كزا او هركب مسلا تاكسي واحصل. الكاميرا شغالة. جميل. فهو بيشوف. بس ايه مش دايما بقى انا دلوقتي هركب التاكسي وعشان هروح هتغدى في مطعم كزا كش بعم كده. ايه. كنت الكاميرا شغالة وبصور لان انا في بالي الفيديوز دي انا بصورها. انا بطنكش ان ايه اصلا بصور الفيديوز يعني غير ان انا بنسة. يعني اصلا بصور الفيديوز دي عشان انا عايز اشوفها وانا عجوز. جميل. على السرير. ف بتاع. فانا مقتنع ان الفيديوز دي هي اللي هتجيبلي الطاقة اللي انا محتاجها وانا مش مش قادرة اتحرك. جابت بارك. وهي دي اللي هشيرها مع ولادي ولاد ولادي بص انا كنت بعمل ايه وبتاع. تحت بقى قصيع. جد في العالم اه. مؤمن جدا بالموضوع ده وعشان كده انا قصلا بدأت انا اصور كل الكلام ده. فايه بقى. فبدأت ان ان انت بس بتصور رحلتك. اه فكنت بتصور عشان. عشان. عشان اللي هو فوق بقى خالص بقى. اه. اللي هو انا بقى دوك على سفرياتي. جاب. فكرة الفيديوز موجه لي انا اكتر من للناس. جاب. اه فكنت بعمل من الفيديوز دي كتير بس انا اكتشفت بقى على الفين وتسعتاشر مسلا. او اقتنعت يعني ان الفيديوز لو انت ما بتكي تعملها للناس. اه هجيبي انجيلة اعلى. وانا عشان انا عايزين ناكل ماما. اكتشاف نزيز. اكتشاف نزيز. اه. يعمل فيديوهات للناس. للناس. اللي هو بيرزالك. لان كل ده كنت بعمله النفسي. تفاهم الفكرة. فساعتها بقى الفيديوز ادوكيشن الاكتر. اللي هو هتروح تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. اه. ما كانتش فيه اي اوي في الاول مسلا. كان فيه اكسبرينس. اوكي. يعني كان فيه اكسبرينس اكتر من اترتينمنت. اترتينمنت. جاب. اه يعني ايه وبرده. بالزبط. بس مختلف. بس دلوقتي الناس بقى عشان بتسرطش مسلا على حاجة معينة فعايزة ما هتسافر التركية هتعمل ايه? هتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي. مسلا. فما بقى بغيرت طريقة الفيديوز ان هي تبقى للناس مش لي. انا مابتش مبسوط. صراحة. بس بقى تجيب احسن. وفيوز احسن. مش حاسن انت كنت سلاوت لنفسك. مش سلاوت عشان مش سلاوت بس سلاوت لنفسك ان انت كده. يه دي بقى الحاجات اللي هي يعني قفلتني من شوية من اللي انا بعمله. اللي هو بقيت حاسس ان انا مضطر ان انا اصور فيديو عشان انا نزيله يوم الجمعة. عشان ما ينفيحش افوت كزا اسبوع وربعض من غير فيديوز. نعم. ده عكس اللي انا. كده احنا من تسعة لخمسة. ده عكس اللي انا اصلا. السبب اللي انا بدأت بيه عشان انا بدأت عشان اشان امبسط وعشان اعيش حياتي. ابقى حرر. ابقى حرر. انا حاس ان انا دلوقتي انا لازم اشتغل لازم اعمل الفيديوز دي. فما بقاش. وكمان بقى اعملها لما احترام طبع الناس والناس مبسوطة بالفيديوز وانا مبسوط ان هم مبسوطين. بس يعني انا كنت مبسوط اكتر ان انا بعملها النفسي. اختصار يعني. تمام. بس. صراحة جامدة الصراحة. الصراحة جامدة. والغاية دلوقتي الكلام ده. الغاية دلوقتي كده اه. الغاية دلوقتي انت كنت مبسوطة اكتر وانت بتفلوج لنفسك. اه طبعا. هو ده الهدف الاساسي بقى. سيبقى الفلوس وكل الكلام ده كله. الهدف الاساسي هو عشان اتفرج عليها المكبر. وافرجها للاولاد. جامد جدا. بعد كده لما ابتديت تعمل فيديوهات للناس او تعملوا اكتر كبزنس. صح? فيه فورميلة معينة انت 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 اكتشفتها مسلا. زي ما انت قلت. حوار لو حد مسافر تركيا واحدين. ده شغل ان حد يكتب what to do in Turkey او best places in Turkey او 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 او. او حاجات تساعد الواتش تايم ما تخليش ناس تمل بسرعة. فالموضوع بقى فيه اكتر بقى فيه علم اكتر لما دخلت اتعمقت فيه. مش موضوع بس ويلا وخلاص موضوع بقى بزنس. ممكن تحكيلنا بقى. ان الشكل اختلف ازاي? اه. يعني. وتكنيك اللي ادينا حاجات تكنيك اللي برضو اه. بص انا دايما في الفيديوز بتاعتي لو اه اتفرجت هتلاقي ان اهم حاجة انا يعني بركز عليه هي اول دقيقة. بس انت بتفرج على فيديو. لو لقيته هو مميل اللي بقى هيقعد يرغي بقى بفاهم ويقول كلام احنا مش عايزين نتفرج عليه. هيقفل وخش على بعضه ويشوف الفيديو اللي بعده. فهي اول دقيقة لو انت جبته كده هيكمل معاك. جب. هيكمل ويتفرج عليه. فانا بكت بركز ان الفيديو يبقى في اول دقيقة ده. فيها مسلا يعرفك ايه اللي هيحصل في الفيديو. فيها مسلا انا فين. معمول بكواليتي قوية واديتنج. حلو ومريح للعين ما يخلكش اتمل. في اول دقيقة يبقى انت خدت فكرة عامة عن الفيديو وايه ممكن تبدأ تكمل. فهي اول دقيقة بتساعد ان الفيديو اصلا يكبر. انهو انت بنتفرج بقى ان الناس طبعا يعني اكتر من دقيقة. بس يعني لو وصلت اينس كده او بتقفل في اول كام ثانية. بانك خلي واحد دقيقة دي بيتبوش الفيديو اصلا ان هو. والناس دي تتفرج عليه. وبضاءة تبقى ان الفيديو بقى متأسم. من الناس تبقى عارفة مسلا احنا دلوقتي بقى عبر عن مسلا. دلوقتي احنا نتكلم على كزا بعد كده هنتكلم على كزا بعد انا زمان ببدأ الفيديو بقى انت فاهم امو في الحمام. هو فاهم ومداخل بقى واللي بيتفرج بقى وفي ناس كان بتحب في ناس اصلا بتحب الفيديوز القديمة. القديمة. اعفاك من انا. اه. الناس بتاع زمان انا بحبهم قوي بقى. لو هما متابعين وحبين الفيديوز اللي هي الطبيعية وعلى طبيعتي واتكلم بروحتي ومش محضر سكريبت ولا اي اللي بيجي بقى نتصوره. فاهم? كل حاجة. جيد جدا. بس فهي اللي ما تيجي بقى تعمل فيديوز للناس او تعمل فيديوز بقى لبلاتفورم نفسه. فطبعا الطريقة والديركشن وكل حاجة بتختلف. انت انت لما بتديد تنزل بقى عندك بقى زي شركة عندك انا الشهر ده محتاجين نزيد عشرة لا الشهر الجاي كزا الشهر الجاي كزا الفيديوهات دي عملت احسن فحنعمل اكتر من ده. الفيديوهات دي عملت احسن فممكن نعمل اكتر من ده اه. بس بقى اللي هو لازم نوصل انا كده هخنق على نفس اكتر. انا مش طقس. طالي هو انا خلاص انا بحاول اعمل اللي علي وحاول اعمل اللي عايزه اللي هو نبوست كل اسبوع او مسلا تيك توك تبوست كل كم يوم اهلا حسن فاهم. هو بالنسبة لي هو الوحش والوحش اللي محتاجين لأكله. هم. بتدي له الاكل بتاعه عشان الدنيا تمشي. عشان انت لو عطلت. وانا عطلت كتير في في يوتيوب اموما يعني ممكن عدى فيه فترات عدت تلات شهور اكتقبت بقى من كاتلبيوز بقى طاعة وقعدت مسلا تلاتة اربعة شهور ما بعملش فيديوز خالص فما جيت اعمل فيديوز الفيديوز ضعت اكتر. فكانت موضوع صعب. موضوع ده بيأثر اه نفسيا. نفسيا جدا. لما في فيوز بتنزل او اللايكس اقل او حاجة. هي مش عشان الواحد بيحب اللايكس. بس هو عشان نجاح. يعني انت انت بتعمل ده برضا عشان عايز تنجح فيه. بس لو محدش شافه وانت فيديوز قعد عليه تلات اسابيع بتعمل فيديو مسلا ومحدش شافه دي كارسة. يعني هزعل. في الاول ما كنتش بتفرق معايا اول. بصراحة يعني. انا في الاول كنتش بيبصت اصلا على في الاول انا عدت اول سنة وصلت الالف في سنة. اللي هو ولا حاجة. اللي هو لا حاجة خلص. ايه. في تيك توك اه يعني الاسبوع اللي فات دولاتي تلاتين الف في اسبوع. فبس ده اول سنة. تاني سنة بقى ميت الف. حاجة فشيخ لزبط. بس في الاول سنة دي لو انت لو حد اصلا بدأ وعشان واللايكس وحاجات دي وبعد سنة عنده الف سبسكرايبر هيسيب طبعا كل بيعمله. بس ايه الفكرة بقى لو انت بتحب الحاجة ده اللي احنا كنا بقوله بقى في الاول يعني الناس هتختار ازاي? انت لو اخترت حاجة انت مش مقتنع بها مية في المية. او حاجة انت مش بتعشقها هتسيبها في اول ما طبق. يأ. فبس. وإيه اللي خلاك تكمل بعد اول سنة عندك الف سبسكرايبر بس. لان انا مكنش هميمني مكنش مش ده اللي انا عايزه. دلوقتي ده اللي انا بركز عليه. ساعتها عشان دلوقتي بعمل كونتنت للناس. دلوقتي انا شايفه خلاص وده اللي انا عايز اكمل فيه الفترة اللي جاية. فانا محتاج اعمل كده عشان عرف اعمل وعرف اشتغل. طبعا. مضطر. طبعا. لكن انا يعني زمان مش ده هدفي. هادف ان انا اه هادف ان يجيب لي ايه الفلوس اللي ايه تماشي الدنيا. بس لقيت ان هي ما بتجيبش الفلوس اللي انا ما بعمل كونتنت لنفسي بالطريقة اللي انا بعملها دي. مش ده اللي بينجحك ماديا. اوكي. فاضطريت ان انا غير الطريقة عشان اعرف يبقى اعتمد على الكونتنت اللي بعمله. ماديا يعني. تمام. انت كا احمد كان هدفك ان انت تبقى غني في عشر. ان انت يبقى معاك فلوس كتير جدا ويبقى معاك عشر في مراسي وتلاتة في باريس. مم. وكده ولا انت بس عايز تبقى مبسوط. او بس انا بانزبالي الحياة جميلة. والحياة بسيطة. فاهم? انا طالما انا يعني قادر يعني اللي هو ايه? انا مش يعني ما نفسيش انا اكون مزنوق مسلا ومش عارف اعمل ده. بس انا بقى متعامل. ده هدفي. ان انا مبسوط اعرف مسلا ادخل بنتي وادرسها كويسة اعرف عايزين نسافر مسلا حاجة نعمل. بس مش اللي هو بقى يعني فاهم? ولو مش موجودة عادي برضو. وهز سألك برضو الصفر علمك ايه? يعني انا حاسس ان الصفر ده. يعني انا الاول ممكن يكون هدفي كله ان انا عايز اعمل فلوس كدير فشخ. بلما ابتديت اسافر. وهسافر من غير فلوس ومعيش فلوس. وان انا بس اروح عبادة في وفام ونام بعشرة دولار في اليوم مش عارف وقابل الناس من كل حتة ونتعرف على بعض ويحبوني عشان انا مولا عشان حسيت ان الحياة لأ الحياة مش مش انا لابس ايه او ابوي اشغال ايه او او الحياة ابسط من كده انت واحد كوميدي فشخ انا بحبك حايتين نروح نتماشى. بالزبط. ايه 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 اكتر حاجة ايه ايه الحاجات المختلفة كان للصفر على متهلك? حاجة تير طبعا يعني وحاجة يعني اكتر من اللي انا ممكنة بكون يعني اجت على بالي يعني فهمني? ده ده بيكون شخصيتك. اه زي ما انت بتقول فكرة ان الحياة بسيطة والحياة جميلة مسلا. مسلا عايش مسلا كنت قاعد في بالي مسلا شهرين فهم? قاعد فهم في بيت كده اصغير وعندي السكوتر موسيكلس غنطوت كده ما نسميه زقلت. اخدوا ايه واديني مسلا البحر انا نقعد شوية على البحر وعا كده نروح انا عاوش ناكل ايه بعشرين جنيه بخمسناشت جنيه مسلا بالمصر يعني. حاجات بسيطة كده والناس بسيطة جدا ومحدش بيفكر ومحدش بيلبس بقى ويعدوا تمنزر على التاني وفهم? هي دي ده علمني كتير قوي فهمي? ان هو ما عدش على على حاجات ملهاش لازمة. يعني انا يعني من الصفر اصلا عودني ان انا مسلا يعني لبسي دايما تليقي لونسود. لو مش محتاج تفكر انت هتلبس ايه? لان هو مش فرقة. عمر بيضحك اهو عشان انا بقول نفس الحاجة دايما. والله. فهم? يعني يعني الواحد بس فهم يركز في الحاجات اللي هو بيحبها عايز يعملها. بس في بقى الديستركشن والنويز اللي حوالينا ده ما بقى بتش تركز فيه. بسبب الصفر يعني. طبعا بقى اهم حاجة ان هو كوا من شخصيتي جدا. زمان كنت كتكسة فيتكلم الناس. زمان كنت مسلا ما عنديش صحاب كتير. لا الصفر كسر بقى كل الكلام ده. اول ما عرفتت مجال الفيلم ميجي التحديدا للمونتاج عدت مع حد منتير شطر جدا. وعدت سألت انت ايه اللي دخلك المجال? او وعرفت ازاي انت عندك المغربة اللي تساعدك وتخليك تبقى ممتير وشطر اول متميز كده. ايه لا انا ابتديتك تشفي الموضوع ده واحنا عادينا عالقاوة مع صحابه. بس لقيت نفسي بعرف احكي لهم الكسة وبقى هم متشوقين من طريقة الحاجة بتاعت اكتر من الكسة نفسها بقى هم. طول الوقت عايزيني اعرفوا ايه اللي جاي ايه اللي جاي. شفت ان انا بعرف احكي الكسة كويس. انا عندي المغربة ان احكي الكسة اعرف اقولك الكسة حتى لو انت سمعتها قبل كده. مغرب بس ملعبت الاحداث او ابدلها او اديب حاجة قبل حاجة او اعمل اي تعديل فيها. انت طوال متشوق تعرف الكسة دي منه. اكتشف ان هو عنده المغربة دي. ومن بعدها ده حالف مجال المونتاج وتعلمه بقى مكتير شطر جدا. اشجعت لو انت عندك المغربة ان اكتفك الكسة. وعندك المغربة ان اكتردت بتحداثة. بتعدل وتخلق قصة جيدة كل مرة بقدر تحقيها بشكل مختلف. ده موحل جدا انت تتعلم مونتاج وتفش المجال بتاعتفك من جمع مدن. اشجعت تدخل على بيتشورد بورس اسنا ودلوقتي تاخد بورس المونتاج اللي بيعلمك من البداية حتى الاتراف عن كل تفاصيل اليديتنج وكل تفاصيل الفيديو والمونتاج والحاجات اللي بتعجينا هو الصعبات والمشاكل علمك كمان يشرح لك كمان اساسيات اليديتنج عن متن سواء ان كان على دول سواء ان كان مونتاج شجعت تاخد بورس المونتاج. منذاتنا مكنت بسفر لوحدي. انا 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 لوحدي. تعتمد على نفسك. اه. والميزة كمان في السفر لوحدك ان هو محدش يعرفك. فانت تعمل اللي انت عايزه وتغلط اللي هو مسلا مش مش تغلط تعمل هذا القلط يعني. بس عمر مبصد. عمر مشكلة خلي بالك. بصى احمد هدي ازاي? عمر الناحية التاني يا شيطان. بس يعني اللي هو فهمت. ممكن تعمل حاجات اللي هو مش عادي فاشترح لك ازي اللي هو يعني ممكن تقول حاجات غلط غصبا عنك بس ما حاجاتش هيحكم عليك لان انت نازل مش هشوفها تاني فبتكتشف نفسك بقى تقعد قوي من شخصيتك وتقعد اه تجرب الطريقة دي في الكلام وتجرب الطريقة لحد لما ايه. في حاجة. تكتشف انت مين? في حاجة. في حاجة بحب بعملها اول وما بسافر بذات. بحكي حاجات جدا. اه. جدا. لان هم هيش هشوفوك تاني. اه. حاجات بقى اللي هو. اه. محتاج انت تتكلم احد. اه. اه. بهم. ولاقيتهم كلهم برا. اه. اه. حاجات فضايا حصلتلي. انا في المدارك كزا وكنت احب واحدة. تبقى سهلة. اوي. اوي. سهلة جدا. اوي. اوي. فده بيعلمك اعلمني انا نصك في نفسك تراصك في الحاجات اللي انا بحبها في الحاجات اللي انا بختارها كل الكلام ده فصفر جميل. وصفر بيغير تفكير الناس بطريقة يعني اللي ما سافرش لازم يسافر واللي مش قادر يسافر او معندوش ممكناتنا هو يسافر برا يسافر في بلده. بقى. اه لسه راجع من لقصر واسوان. جميلة. ايه ده? جميلة. ايه ده? ايه ده? خدت من اسوان فوق اللي غادت لقصر تحت. ايه ده? جميلة جدا. عني مش ممكن. انبسطت جدا. انبسطت جدا. جدا جدا. اه جمال اوي. مش ممكن. مش ممكن. رايقين بقى. هو بقى دره وقال اللي انا بحبه. اللي عاربني اهو ده بالزفر. القاهرة على فكرة من هاش دعوة. خالص. بقول. احنا القاهرة احنا مختلفين خالص عن كل الناس. الناس اللي برا القاهرة هم اللي عايشين صح على فكرة. اه اه اه. عايز اقول لك في القاهرة انا يعني انا مبخرجش كتير. انا بالنسبة لي اه في البيت مسلا بشتغل قاعد مع البيت وبتاع مع العيلة يعني وكده وبعد كده اركز في الصفر. صفر انا انطلق. لكن في مصر بقى زحمة وزوامير وبتاع انا مش عايز واشح. ايه احلى مكان انت سفرته? ايه احلى سفرية? اندونيسيا. اندونيسيا. بالي. اه على طول. احنا على فكرة عكس بعض. خالص. اه اه في كل حاجة. لا انا اندونيسيا وحشة عشان عييت. اه. بس انت عادت كم يوم? عادت اه ممكن خمس بقى وما رحتشش الاماكن الصحة. لا لا لا. اول مرة نزلت. يعني انت كده الموضوع خلص. انت اندونيسيا انا يعني محتاج تقعد على اقل شهر عشان تفهم. انا كنت قاعد اسبوعين ومن كتر ما انا مشيت بعديها. اه. بس انا رحت في حتة غلط في حديها تانية بعد. ما انت لو رحت يعني انت لو زبطتها وروحت حتة الصح مش هتبقى ممكن تبقى مسوط نص ونص. انت محتاج تعيش في كده هتحسها مع الوقت. ما حدش هيقولها لك. ما حدش هيخليك تزورها. مش هتزور اي حاجة. انت دي كده بتحسها مع الوقت. انا كنت راح شهر. عدت شهر تاني. عشان ورجعت عشان الفيزا خلصت. والفلوس خلصت. بس غير كده انا كنت هكمل. خطيرة. يعني كده الرواءان. طب قولنا الواحد يبدأ يعني احنا لوقتي احنا هنحجز هنروح لفتحة سمعت. اه اه اه. لسا شايف بص نعم. اه. اه. هنقعد شهر. الواحد يبدأ يعمل ايه? عشان تقريبا احنا مش محتاجين اصلا اه. مفيش فيزا او حاجة الواحد لازم يخش. اندونيسي اصدق? اه. الواحد يعني باسبور مصري. اه. لما انا كنت رحت اه في الفين وتسعتاشر افين طوانتاشر كانت اه بفيزا في على في المطار. تشتريها او انت في المطار. طريبا دلوقتي بتعمل اه. عن نتة او حاجة يعني. تصريح الامني ده. اوكي. بس بس غير كده اه ممكن تعملها هناك برضو. اه. انت بجهز ازاي يعني? او الواحد يروح فين يعني? ايه ايه يعني ايه بتاعتك? يعني ايه ما انا رحت انا برضو مش عارف بعد الكورونا الدين اختلفت ازاي? انا عدت شهر في اوبود. اوكي. مدينة كيزة غنطوطة جوة بقى لي اسمها اه. اه. وواحد تاني اسمها شانجو. اه دي ما رحتاش. اه. الناس بقى بتروح بقى مرات اسمها كوتا وسمينياك. دي بقى محدش يروح. اصلا. دي. دي. اكتر الشركات تستيع بتودي على هناك على طول. دي بقى لنا. دي اللي انا قدلت فيها. وكراهت حياتي. دي اعرف القرف. وحشة جدا جدا جدا. يطلع بقى بره ده. ركز بقى في اوبود وشانجو. عالم تاني. عالم تاني خالص. الناس بقى ريئة. كلهم بقى كله اشتغال اونلاين. ده لو كلمك على الاكس باس اللي عايشين. ايو ايو. 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 كله بقى شغال في بقى وعارف انت مزاج كده. جامل فشخ. لا لدلوقتي عايز روح. لا عيشة تانية خالص. الاندونسيين بقى قطيب من الناس في العالم بقى. بجد اهلا. قطيبين جدا. وبيكلموا انجلش هناك فانت طعف تتعامل. ويساعدوك لفق مشكلة. ده في المدينتين دول. جامل. روحت سمانياك وكوتا هتتسرق. انا انا كرهت حياتي. انا روحت سمانياك وكوتا الاتنين وبعد كده روحت قبود. اه. قبود كده حلوة بس انا كنت خلاص ايه? اتقفلت. اتقفلت وعيت. اه لا خلاص. لأ بازت كده. طلعوني من هنا. اه بازت. فاهم? وبعد كده روح هناك وبود بالنسبة لي وانا مقاروف. انتوا جايبيني ارياف. فاهم? بس بس ما طوع بقى هتقبشيت بقى الارياف دي. يا. هتقبشيت الناس. اه. والسكوتر بتاعك اللي فاهم? ورخيصة. اه لو كنت مؤجر المتساكل ده في الشهر بخمسمائة جنيه مسلا. ايو ايو ايو. وكنت قاعد في قوتل لسه يعني التاني شهر بقى مسلا كنت قاعد في قوتل لسه جديد في الشهر كله كان خمس تلاف جنيه بقوضة بقى وبيجي كل يوم بزباطها. مستحيل 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 مستحيل. بالعربية بكل حاجة. اه. جامد فشك. والاكل رخيص والناس طيبة. جامد جدا. دلوقتي يا احمد عايز اتكلم على اه انت جيت فتحت تانية. والتانية برضو بيري سكسفول. الاكل. الاكل. دي كنا بدأنا فيها مشان الواحدي. اوكي. دي كنت في الفين وتسعتاشر تقريبا قبل الكورونا على طول. اه بدأت في انا وكريم سيد ومحمد الهادي. يأ. وعملنا. اه حبيبي وبحبهم جدا والكونتنت بتاعهم جامد. وهنا تقريبا التلاتة بدقين يعني في نفس الوقت. او يمكن انا كريم بدقين الفين وستاشر من. فاحنا صحاب من زمان بقى. من الاول ما كلها بدأوا احنا صحاب. فالفكرة كانت اللي هي ايه? احنا عايزين نعمل كونتنت اكل. ودي اكتر بقى الناس عايزة تفرج على فيديوهات اكل. فبدأنا. قلنا بدأ ما كل واحد يبوست بقى الفيديوز اكل عنده على الشانل بتاعته. احنا نعمل شانل واحدة. نتجمع بقى ونعمل اكل بس. اوكي. فبدأنا بقى وضربت. يعني من اول الفيديوز كان بتنزل وجابت اه يعني ضربت حاجة حلوة اه. جابت اه ونناس كتت مبسوطة وحيك كورونا دخلت وبدأنا نعمل طبخ في البيت. فالناس كتت مبسوطة جدا بالكونتنت اه. شانل التانية بتاعتك ركنتها بقى? لأ. كانت موجودة. الاتنين شغلين مع بعض. كانت شغلة. اه الاتنين شغلين مع بعض ومازالوا وان شاء الله يكملوا كده برضو. ان شاء الله. بحاجة لأكل كل حاجة. اوكي. وممكن اعمل فيديوز الاكل دي عندي برضو. يعني ما بسافر بلد مسلا اروح تركيا بعمل اكل الشارع في تركيا تجرب الاكل كله واعملها في الفيديو في اللي بتاعتها. فانا عايز اعرف كان ايه اللي خليتها تنجح? كان في حاجة معينة خليتها تنجح? انه هي مش يعني في كتير عن الاكل. بس دي كانت بلس اكل. يعني اه بالزاد في الكورونا. كورونا طبعا كله قاعد في البيت. والطبخ اللي موجود احنا يعني كان عبارة عن مشاكل كان خمسراش الحلقة طبخة وراء بعد مسلا كل الاسبوع. الهدف الناس بتتفرج مش عشان يعرف الاكل بتعمل ازاي? مش ده الهدف. يعني ممكن فيه بقى احنا بتفرج عشان تعرف الكوارس اللي حصلت. ومين كسب? مين عمل احسن اكلة? مين عمل احسن محشي مسلا? مين عمل احسن تام? الاكل اللي موجود. فالناس بقى تتفرج وفي رمضان وكانت بتنزل على طول فاللي بيتفرجوا اصلا كانت ودي كانت اول مرة اشوفها في حياتي بقى ان عائلات بتتفرج. مش مش ناس صغيرة مسلا او ناس كديرة بس. لا هي العائلات يعني بمشان فترة ما بعد الكورونا دي كان اا يعني ممكن حد فعلا يوقفنا سلم علينا تلاقي مسلا ست وجزهة احنا بنتفرج عليكم. كانت جميلة. بعد كده طبعا ما بقاش فيك. بس مهمنا. بقت عادي رجال زي الاول يعني اللي هما بقى للشباب اللي بتفرج اللي متابع وكده بس ايه ايام الاكل الطبخ دي كانت الناس كبيرة وده كان بزيبالي حاجة اه ازاي يعني. اه بس بقى لحد اما اكمل بقى في القصة التاريخ القناة صح? اه اه. لحد بقى ما من مسلا من كم شهر? اه مسلا ستة شوار. وعشان ما نعملش كونتنت اكل كتير على شانل بتاعتنا لان هو الاكل بينجح فاحلا مش عايزين نحطها على شانل الصفر عشان الناس ما تملش منه. اللي هو بقى مش كل شوية اكل في مهم بصدي. فقنا نحطها في حتة تانية. اوكي. يعني عشان وهي كي كي بتجيب فيوز فهذا ما ما نعملاش خالص لا احنا نحطها في تشانل واحدة. تانية. احنا بالحب برضو الفيديو يعني مش هقول لك هي 100% للشغل بس هي. شكلكم انتم فعلا. يعني محبكش ندا تمزيل. يا جميل اوكي او مرة اخش المطبخ واعمل فيديوز في المطبخ فكتبتحصل كوارس يعني. كوارس كوارس. فأنا بقى كسبت حب الجمهور في الفترة دي. لان انا كنت اكتر واحد فاشل في الاكل. ففي الاول كانت الناس بتقلب علي اللي هو انت ما تعملش اكل تاني اللي دخل لك المطبخ. بعد ما لقوا ان انا دايما في المستوى الثالث دايما البخسر يعني. فقل لك لا تهما انشجعوا. احنا معاك ما حميحهم. مهام كيبا? بس اه فكسبنا حب الجمهور الحمد لله في في السيزن ده يعني. جامل جدا. اه. عايز اصعلك حاجة احمد. اه ملاش? عايز الاول اعرف انت ازاي بتجيب افكار للفيديوهات عشان موضوع صعب جدا. وبعد كده ازاي بتعمل فلوس وايه هو? ممكن نتكلم عايز نتكلم ايه الطرق المختلفة الواحد ممكن يعمل بها فلوس وايه هي? احسى الطريقة انت شايف ان الواحد يعمل بها فلوس من ايه رأيه? نبدأ بالافكار? اه الافكار عشان دي برضو حاجة انا صعبة بالنسبة لي بالنسبة لي انا يعني انت اتنين ازاي بتقدر تطلع افكار في الحاجات وحاجتين مختلفين. اه بص هي مش سهلة يعني هي مش سهلة ان انت تعرف الافكار ان انت تستخدمها. بس انا برضو انا هقول لك الحاجة انا برضو الفيديوز بتاعتي يعني فيه الناس مركزة ان هي تعمل افكار بس في بتاعتي انا بحاول انا ما عملش كده برضو عشان حاول اخليها شوية لية وشوية للناس. لو عمدت افكار بس فهي للناس. اه. انت عايزة تبقى ليك برضو احمد عشان تبقى بس طبيعي صح? اه. مش عايزة تبقى فيك. مش عايزة تبقى فيك وعايزة بقى وعايزة تفرج على الفيديوز دي لما بعد كده. يعرف لو هي حاجة فكرة اللي هو مزل هتعمل مش عادي فا أتجيب لك بس Appe reboot. انا فاهم بس بحاول اعمل كده بين الحاجات اللي انا عايزة لامiting فانا بسافر سافرها انا بقى عايزة سافرها واكتشف بقى اللي اكتشف بقى اللي انا اكتشفوا وانا اعمل فيديوز بقى اللي انا اكتشفتوا. عكس ما الناس بتدور على عكس ما الناس بتدور على افكار وده اللي بينجح. يعني ده بينجح اكتر ما تبقى عندك افكار وطروح الفكرة تصورها وتمشي ده اللي بينجح. اه. بس هل انت بقى عايز تبقى. يعني يعني عايز بقى تبقى بتنجح وتعمل فلوس وكلام ده كله مش 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 عيب. مش غلط. ولا عايز تبقى بتعمل حاجة مبسوط فيها. ده الهدف بتاعك. اه انا عايز بقى مبسوط. بغض النظر بقى جات فلوس ما جاتش فلوس طالما الدنيا ماشية تمام. فبحاول اشوف الحاجات اللي انا بحبها البلاد اللي عايز تزورها. واكتشف بقى ايه اللي موجود هناك. فما فيش يعني الافكار اكتر على انت. اه. وليك زيك تعمل ايه وبيطلع منها افكار. يعني بيحصل منها افكار. وبتجرب هنا وهنا وهنا وتلاقي مسلا في حاجة نجحت مسلا فممكن عارفت خلاص ان الناس بتحب مسلا اه ان انا وانا مسافر في بلد اعمل جولة اكل الشارع في البلد دي. عارفت خلاص. فبقى دي حاجة ايه اساسية في اي سفرية لازم نعمل تجربة اكل الشارع. جامل جدا. بس. اه التاني بقى حاجة ازاي. الواحد يعمل فلوس. زي احنا اتكلمنا في الاول انت قلت فيه طرقتين فيه كزا طريقة الواحد يعمل فلوس من بتاعه. اه نبدأ بايه هي الطرق المختلفة? ان الواحد ممكن يعمل بها فلوس من على السوشيال ميديا او او عايز تركز في بلاتفورم واحدة لان ننكلم على السوشيال. لا عموما بصوا هي يعني الفلوس هي ما هتيجي من البلاتفورم نفسه. يعني يوتيوب بيدفعلك مسلا. مسلا. في في كل شهر او كل فيديو وكل فيديو بينزل يوتيوب بيدفعلك من الاعلانات اللي بتحطوها. من اللي الناس بتفرج. والتاني من شركات بالزبط. حد عايز يعمل اعلان عندك على بتاعتك. عشان انت مسلا الناس اللي بتعمل لها فيديوز دي هم بتاعهم. فهم عايزين السن بقى اللي بتفرج. فيوم عامل مسلا ايه? اعلان عشان يوصل للناس. جميل جدا. اه نهاية الفكرة كلها برضو ان انت هم بيختاروك. عشان الناس هتصدقك اكتر ما الناس هتصدقهم. عشان انت انت باني ثقة قوية جدا. بالزبط. مع بتاعها. بالزبط. وده طبعا يعني لازم نحافظ عليه لان انت مش هتعمل بقى ريفيول اي اه يعني. انت بترفض يعني في حاجات بترفضها? اه بعمل. لازم. لازم ترفض. وفي حاجات يعني في حاجات فاكسانة يعني مفعش هتطلع هتكلم عليه اصلا. يعني مع انها بتدفع. يعني هتدفع جامل. هتدفع جامل يقول لك ما هو عشان عارف ان هو تعبان. واعايز ماركت فهيدفع زيادة. بس انت مفعش تتكلم على زيادة. اه وهو انت عارف ان القوات بتاعته تعبانة. والناس هتت يعني. الناس هتفقد السكة فيك. اه. فالسكة دي بالنسبة لك حاجة مهمة اول اللي انت بنتها مع بتاعك. ولان نهاية دي لها تكمش. لان نهاية دي السكة اللي هتكمل اي ما هتطلع بقى عليك بقى فهم. صبعا انت بتقول اي كلام عشان الفلوس وبتاع ذلك كده فانت هتخسر الناس وهتخسر الشركات اللي هتشتغل معاك لان انت بقى سمعتك بايزة يعني. فوقاتك لي برضو انت مش يعني مش هتبقى مستريح بقى مفروض يعني. مش شخص بقى. اه. مفروض يختار الحاجات اللي هو فعلا بيوصك فيها. فده النوع تاني من الفيديوز اللي بتيجي منه. واخر حاجة طبعا الواحد يبيع البرودكت بتاعه او يبيع كورسات بتاعته. اه انه بقى الحاجات بتاعته اونلاين. او عنده بيزنس مسلا عنده فتح مطعم فتح محل. ده بقى يبوش بقى عليها من الماركتين ده. هي نفس فكرة انت ااكنك جبت تاني وعمدت الالم عمس انت بتعمله مع نفسك. ايه. هي نفس فكرة. زي ما انا. نفسك اه. زي ما انا حط لكم حالا دلوقتي اعلان. نعم. لو عايز انت اشتروا الكورسات في كورسات جمدة جدا نزلت اشتروها. اه. عندك و هيخشو وهيشتركو لانا فهم انهم يبسكو فيك ويحبوا الكونت بتاعك. Hello and welcome to the copywriting course for virtual courses now. Hey my name is Jonathan Kendall. I've had over 50 million dollars in direct sales from copy that I've written. Why we buy anything? Why things go viral? What are the influencers that make us do أنت لا تقلق في نوعا بنا تحريح العمل جزء على كبير فكلما ما الذي يعرفك سنة وضع تقدم في هذه المستوى لكن تخلق بها تحرير مع الاستحرار إذن سبيبتهم ان تحرير جزء جزء ويمPاعمل جزء للمستوى تقلق بكاردد جزء أشعر بالقرر أنه يتخطر عن المسارح المسارح إلى الهيئة لا يكربنا ما لوكما لوون ما لوكما 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 ذنبا تحديم الفيس بحالة حسنة كل نانية عدد مرة أخرى وقومون بشكل مرة يتعبون بشكل مرة يتعبون جدا كنت تؤسك في أنت أضع بشكل مرة أخرى أو أستطيع أن تكون في النهائة في الهدف الحالة لدى تكون هناك عدد مرة أخرى كنت تفصيل كيفية رائعه إلى حالة جهازة وهي بسرعة بشكل مرة صفحة بحضر حالة مراهنة لتحالة يتعبون بشكل مرة أخرى هذا ماي يتعبون فيها في صفحة une مرة أخرى اليوم يوجد عملية في نورة أمريكا يتعلمون على كل هذه المساعدة سنجد كل هذه المساعدة جيب كلينت. الا اكبر عندي بتجيب على السوشيال ميديا. واحدة واخدت كورس بتاع الفيديو كتش عارف اي حاجة اسمها بسانت. ومكسرة دونية عندنا في التيم. حطة على العيال كلها. من ال كانت دخلت ودلوقت تشغالها معنا. بس هي الميزة في الكورس ازا عموما ان هي مجمعة بتجمع كل حاجة. مش محتاجة يعني ايه تتسحل بقى هجيب المعلومة منين. بس هي موجودة كل حاجة موجودة ببلاشة على يوتيوب. كل حاجة موجودة. بس هي فكرة الكورس ازا نهاية بتسهل عليك. واللي بيقول اكيد اللي مسلا بيقول الكورس نفسه اكيد يعني يعني وسهل اللي بيشرع. وغير كده احنا عندنا كميونيتي وبنعمل ميتنجز كل اسبوع وبنرد على العسالة كلها وفي كاستمر سبورت وانا بقابلهم لو عاديين يكبروا بزنس. وفي حاجة كثير جدا كفاءة اعلان. ارقوا يكون في الاعلان ده. مش مجهزين ودي حاجة جماعة مهمة جدا ان تبدأوا بتاعتكم وتبدأوا بتاعتكم. يا بس كده. نبتدي نتكلم في ايه تاني. احنا بقلنا دي. احنا بقلنا ساعة. والله لا ولا الهو. حسيت بيها. سانية. انا مبصتش اصلا يعني كل ده ساعة. اه طب حلو. انا جاهز. اه انا جاهز. شوية كمان. يديله. ماشي جامد. فايه هي الطريقة اللي انت بتحب تعمل بها فلوس او اللي انت تشايف ان هي الطريقة الناجحة لواحد يعمل بها فلوس من الطريقة الناجحة. هو لو في فلوس داخلت فهو انت ناجح كده. فانت لازم تعمل كل. فلاس تبقى في كل حتة. اوكي. ولازم تبقى يعني اللي انا بعمله مسلا اللي بيفرقني مسلا على الناس تانية عشان عشان مسلا الشركات تختارني مسلا على الناس تانية. بالزبط. ممكن ده يكون مفيد. اه ان ان ما ان انا مش مختار بلاتفورم واحد ومكمل عليه. جامعة. يعني في ناس كتير قوي مسلا بدأ تيك توك واو دينيا مشت معها وفيوز وكده. بس هو تيك توك بس. اه فايته بقى الممكن تيجي من فيسبوك ويوتيوب وانستجرام. الشركات ساعت بتبقى عايزة بلاتفورم معينة? في شركات عايزة يعني في لهم يا جماعة انا عندي فيسبوك وفي فيوز احسن من يوتيوب. لا احنا عايزين يوتيوب بس. ليوم اسباب. يوتيوب بقى جرين كونتنت وبيعيش ونسبة سورج فبطلع لهم الفكرة دي فيسبوك مسلا حاجة بتضرب وبتغتفي مسلا. فهو بيبقى عايز حاجة معينة. وفي كل ما هتزود بزبط. فبيبقى انا ما اجي بقول لهم مسلا ما بقولهمش ان انا بعمل بقولهمش ان انا هعمل فيديوز على يوتيوب. اقولهم او ما بقولهمش انا يوتيوبر حتى. بقولهم على على كل اللي انتم بتشغر عليها. وهنا في مسلا هنا كزا وهنا كزا وهنا كزا فانت الاد مسلا اللي هعمله هيظهر بطرق مختلفة على حسب البلاتفورم مسلا اه انستجرام مسلا هيبقى في شكل في فيسبوك او يوتيوب مسلا هيبقى في فيديو مسلا عشر دقايق. فيسبوك هيبقى سكوير ما اصمع عامل ازاي. فهو. فاللي هو ايه بقى على حسب البلاتفورم الموجود للناس المختلفة. لان برضو في ناس ما بتاخدش بالها ان اللي بتفرج على تيك توك شخصيته غير اللي بتفرج على فيسبوك غير يوتيوب غير انستجرام. اوكي. دول شخصيات مختلفة. ولازم تعامل البلاتفورمز دول ان هما حاجات مختلفة. اوكي. ما تقولش مسلا انا هبوس نفس الفيديو في كل حتة مش 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 يشتغل. اوكي. مختلف خالص بتدور على حاجة مختلف خالص. بفكر مختلف. 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 يعني تيك توك دول اصلا عندهم اه يعني في كل الناس عليه بس اه بس اه بس اه بس هي الفكرة انه يزا انت بواخد بالك من الحاجات اللي بتعملها يعني. ابسط حاجة يعني مسلا مش عارفش على كزي مسلا بس تيك توك بس طريقة الفيديوز التصوير فيها والتكست اللي بيطلع. مارفش اللي حاجة دي مفعش تعملها على يوتيوب او. يوتيوب عايز حاجة تحن ديمة. مختلفة تماما. فبس. دلوقتي طيب الشركات انت بتجيبها ازاي عشان يشتغلوا معك? هما بيجوا ولا انت اللي بي. ولا اللي اتنين? اه اللي اتنين. اوكي. في اه في شركات يعني هما بيسيرتشوا مسلا مين بيوم تابعين مسلا او عارفين مين اللي بيعمل كونتنت مسلا فبيبدأوا ان هما يبعتوا. وفي انا مسلا ببعت مسلا وحاول انا اوصل لهم. جاب. ومؤخرا سارة معنا في التيم. جامل جدا. اولا نحب ان اشكر سارة. اه سارة شكر كبير قوي جدا. اه سارة. بتساعدني بقى في ان احنا نوصل بقى للكلاين عموما ان احنا نبعت مسلا ونقول مسلا احنا بنعمل واحدين تلاتة لو هما يلا بينا. جامل جدا جامل جدا. بتحاول بتحاول ازاي او سوري هي دي سؤال ازاي بتبدي نفسك? يعني ازاي بتدي نفسك? انا هاخد منكو كزا. من مين? من من الشركة. يعني مسلا انا هدفعكو كده. ازاي بتحط نفسك? ازاي بتخلي الموضوع ده رقب. تعرف? عشان دي حاجة انت عاملها. حاجة زي كتير قوي. يعني فيه الناس بتصك في الشغل اللي انا بعمله او في اللي انا بعمله فهي متابعة من زمان. فهي بيبان في في الحاجة دي كلها. الناس انت بتبقى في الفيديوز اللي بتعملها. هل انت طلع مسلا هل انت تعرف او الشركة? ولا انت بعيد اصلا عن الشركة? فلو انا بريليت ليها في الشكلي في طريقة لبسي في طريقة كلامي في الحاجات دي كلها فدي كلها ايه? يعني او دي كلها بتساعد ان الناس تختارني وانا انا عارف احط سعر احسن. طبعا قدي ايه في في المختلفة اللي موجودة. كل الحاجات دي بتفرق. اوكي. ان انا موجود في كلها. ده طبعا ليه سعر الواحدة. يعني مسلا في بودجت اللي عايز يبقى في كل حتة. اوكي. في بودجت اللي عايز يبقى في حاجة واحدة. جاب. فانت انت بتحط يعني انت بتحط الارقام على حسب الفاليو على حسب الانان جاي فين على حسب اني بلاتفورم and so on. بزبط. بتغير الاسعار بتاعات ترفحها وتنزلها اوه. everything. اوه. على حسب الشغل يعني وفيه شغل قليل ممكن ازبط السعر فانسلا اقلله شوية لو شغل كتير. it's like a real business يعني او business يعني. او business يعني. هي it's a business it's a business. it's a full time business. it's a full time business. زي اي شغل تاني. بزبط. it's crazy it's crazy. it's crazy. احنا بقلنا ساعة عشر دقيق. احنا قفلنا الكاميرات ولا ايه? اتكلم فين? اتكلم فين هنا? آآ يصد انا شايف ان ما فيش بطارية فيها اللي انا عايز ازاي? انا قلت اللي انت عايزه. طب قول لي عادي اتكلمهم هنا بها ما خش اتكلم مع احمد في الكاميرا بتاعته عادي. آآ احمد انت شايف ان لسه الناس ممكن تبدأ تشانلز وتنجح? آآ اه بس هي. قلت مع السوشل ميديا ابن لازينا بقى يعني على حسب البلاتفورم برضو. تيك توك كده كده اي حد هيبدأ بقى فكرة مختلفة صغيرة قد كده يعني دلوقتي هنجح فيها. في تيك توك ابدأ دلوقتي. اه تيك توك وريلز انستجرام ده يعني خلينا نقول الفيديو اللي هي الديقة. يأ. دي بقى تنزي بقى تيك توك انستجرام فيسبوك يوتيوب. فكرة مختلف بقى اللي مختلف انترتينمنت شوف. واللعب دلوقتي في في السرعة. يعني ما ما حدش تسحل بقى ان لازم انت بتحب بتعمل كده. بس بحاجة تسحل ان هو يتصور مسلا حاجة ثلاثة اسابية ويقعد زي ادت شار ونص في الفيديوز اللي موجودة. اه يعني حاجة يغلط الغلاطات دي. وانا فيها ومش عارف اطلع منه ان انا يعني ده اللي اتعاودت عليه في اهدت سكول بقى في اهدت ويطلع عينينا وكلام ده كله. فده اللي امتعاود عليه بس لو حد بيبدأ. على اقل يبقى بيعمل دي. على تيك توك على طول دلوقتي. كله اه. يعني تنزل على تيك توك تنزل على يوتيوب. بالزبط وتنزل على انستجرام وفيسبوك كده كده. وانت قلت لو حد عايز يبدأ يوتيوب. اهم حاجة اول دقيقة. اهم حاجة اول دقيقة. ما بالك الفيديو دي بقى. مش مش سهلة برضو بالموضوع دقيقة ده. بس على حسب انت بتقدم ايه? بس همشوف ناس على تيك توك مسلا. هو بتصور بيغني مع الاغنية. فاهم? سبعمائة الف مليون فيو. اللي هو ايه يا جديد عندي. وانا بيطلع علينا ليه طيب. طيب. يعني يعني دي الحاجات بقى اللي يعني مش عايزة نفسن بس. نفسن يا باشا. اللي بتاهرني اللي هو ازاي? يعني. يعني وبينجح فيها بس انا ما عارفش اعمل كده. انا عارف هجيب كاميرا وهغني فيها هو سانزلها بس انا. مش انت. مش انا. اه. مش اقول ان هو بعملوه غلط. انا مش دعوه كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. بس هي مش انا مش شخصيتي مش الهدف اللي انا بدأت بيهي الفيديوز ان انا اكون بقى مفاهم? اي. فبس. بس انت دلوقتي على تيك توك والصفحة مكسرة دوني يعني تلاتين الف فولور في اسبوع. اه. بدأ بتقول الاكل. بتقول الاكل. بدأ انا اه. الاسبوع اللي فاتت وبدأ انا نعمل اه بقى بشكل جديد و اه وريفيوز بقى يعني فيها بقى حتة السينماتيك والتصوير اللي انا يعني ايه بحب اعمله مع اه تجربة الاكلة بتاقي شكلها مختلف شوية. برضو يعني خدت برضو اللي انت بتحبه. اه. وخليها مختلفة. ومع اللي بيحصل دلوقتي مع مع الحاجات اللي بتحصل مع البلاتفورم اللي بتحصل بس برضو حطيت للزبط. بالزبط. تا احمد الحاجة اللي هو بحبها. مع ان اللي عايز يبدأ مش محتاج يكالك عدين ازا ما انا بعملها بس عشان اكون انا راديو على الفيديو القسيرة لازم اعملها بطريقة قوية يعني. ده برضو حاجة انت بتعملها ده شغلك. ده شغلي بالزبط. ده شغلي. وبعرف برضو يعني بيديني اج برضو لما هيك اتكلم مع مسلا انا انا هعمل لك هعمل لك بس بكواليتي مختلفة خلص. يأ. اه حتى انت تقدر استخدمها وتبوست الفيديو ده عندك مسلا او حاجة زي كده. يعني. جامد جدا. الصراحة احمد حلقة جامدة جدا جدا. حبيبي. وحلقة فعلا بتهايلايت ان الواحد يبقى مبسوط. اه. ومهما كان. خليك مبسوط. اه. اعمل بسطك. مش عارب احاول افكر في اسمك كده للفيديو. بس اه. يا ريت اشان احنا بنستروجل فحورة. كلنا. كلنا والله. فلو قدتنا تايتل يلاوي. ده هتطيب عادي يلاوي. اش يعني اه اه. اه. ما اتبعت لك. اه. لا يعني اه بس يعني بس هو صعب ان الواحد يلاقي حاجة وبيحبها. صعب اه يعني انا لاز كتير يعني خلينا نقول كده. انا لاز كتير صعب انك تلاقي حاجة انت تحبها على طول. يا ان في ناس يعني الموضوع اصعب ما يفعش يقدروا يسيبوا الشغل وانا حروح سايف فرة. بس هما بقى عايز اقول بقى حاجة هما محظوزين. الناس بتشتغل يعني دول محظوزين وانا يعني عميين زي مفكروني بقية الجامعة اللي انت بتشتغل ايه كم شهر وفي عندك تلات شهور اجازة. اللي بتشتغل من انتو فايف ده بيخلص شغله بيرجع البيت بقى عنده ستة ساعات. ما عامش بعمل فيهم ايه بقى. بيه خلاص بقى قاعد بقى اتفرج على التلفزيون بقى قاعد بيخرج. انا يعني انا بقى ايه يعني بتغلص شوية بقى من الوقت الفاضي ده. فاهم? انه اللي انا في الشغل عندي ما فيش حاجة اسمها خلص ستة ولا ولا سبعة ولا تسعة. انا طول ما فيه شغل هلازم عاود اعمله. وهنا يعني انا اما عملت لو ما اشتغلتش ما فيش مام الندين. فهي دي الفكرة راحت الباقي. يعني هما بيعندهم راحت بعد ما خلص الشغل هو عنده راحت بال. هو خلص اللي عليه خلاص قفل مكتبه وروح. بس الناس دي برضو ممكن يعني سهل جدا ان هما يبدأوا حاجة جديدة ان هما بيخش بقى عنده ستة ساعات في اليوم فاضيين فبيقدر ان هو يتعلم حاجة كتير. ياخد كورسس بقى من المسلا الموجودة. او يتعلم حاجة. اكيد مش عالان لينا استاذ مش ممكن. كله بفلوسه برضو. موجود. كله بالشاي. زود الشاي. لا بس فعلا 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 احمد انا معاك انا عارف ان فيه ناس بشتغل شغلنتين والكلام ده كله. بس فعلا اللي عايز يلاقي وقت. واللي ينظم وقته. يعني انا مسلا في واحدة واخده كورس كوبي رايتنج. عندها اتنين وتلاتين سنة. شغلها في فودافون. بقى لها تلاتاشر سنة. اه كواليتي وكذا وكذا. بتعمل دلوقتي. ولقي الوقت. هلو. هلو. النهاية بتذاكر عالي في فودافون مش مش قليل يعني. بقى لها تلاتاشر سنة ولا مش عايف كم سنة في فودافون. انت فاهم? وفي وقت. يعني انت صح. هو في وقت. هو في وقت. الناس بتلاكك يقولك انا شغال وبرجع تعبان ومش قادرة اجرب حاجة جديدة بس هو دلوقت. خلاص. اه بالزبط. انت فاهم? لو انت ده 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 دي دي هي دي في الاخر في الاخر ده اللي عندي. لو انت مبسوط فعلا باللي انت بتعمله. اه يعني طب كمل. لا لا خش خش. اه. عشان انا عافت انت حتنسى. لا انا فنسى. اه انا في كده عايز الحق اولا. برضو مش عيب ان يعني انا برضو مش عايز ناس تسترس ان هو انا اقول الحاجة دي مش بيحبها قوي. فلازم اسيبها. لأ عادي انت ممكن في ناس تبقى مبسوطة ان هي اه شغالة مسلا شغلانها مش بتحبها قوي بس هي بيجيب الدخل ومبسوطة هي مسلا عندها مدير بيعمل اللي هو عايزه خلاص. ومبسوط يعني في ناس مبسوطة كده. اه. فده مش لازم مش لازم كل الناس تسيب شغلانها وتعمل حاجة هي بتحبها. يعني انا عايز اقول بس ان ايه لو انت مبسوط او مستريح كده خليك عادي. وانت قلت وانت قلت يا احمد ان الفيديوهات اللي انت بتعملها مش مية في المية اللي انت كنت متخيل اللي انت عايز تعمله الموضوع برضو قلب شغل شوية. قلب شغل اه. صح? ان لأ في مواعيد بوستنج في جازة في كونتر لازم يتعامل في بتوع الاكل اصلا بزنس اكتر. اه بزنس اكتر. بس انت شايف ان انت هتقدر توصل اللي انت فعلا عايز تعمله ان انت تبقى حر ان انت بتسفر على مزاجك تعملش حاجة ايه بتوع الاكل مسلا انت عاملها عشان مش هتحتاج تحط احمد فيها وش احمد فيها خالص وهي هتقدر تكمل مسلا وتعمل الفلوجات اللي انت بتحبها. ايه الخطة? بقى دوكيمنت اللي في حياتي. السفريات الناس اللي بقى قابلها. المواقف اللي بتحصل معنا هي ادوكيشنل وفيها انترتيمنت وبتاع. اه دي اللي بالنسبة لي وضحنا دي مفروض هتفضل مكملة حتى لو وقفت ان انا اعمل كده كده هكون با دوكيمنت. عشان انت كده كده. اه ده كده كده ده اساسي. وعندك خمسة وتلاتين زي انا وعادي احنا لسه في البروسس. لسه بزبط. لسه في الطريق. وحنا يعني وده اللي انا حسه. حسس ان مفيش 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 ديستينيشن احنا حنوصلها حنبقى خلاص. مفيش سن اللي هو خلاص كده. اه. هي الفكرة كلها الرحلة بتاعتنا. كلها. صح? انا معكمة من الناس كتير عندها مسلا هو مفروض يتخرج اتنين وعشين سنة فاتخرج تلاتة عشرين سنة يقول لك انا ضيعت سنة او انا كبرت. لسه بقى هه اغير واعمل حاجة جديدة. انا ما كبرتش مش حد كبر. انا يعني السن او اللي لما انت تبقى كبرت هو اللي انت ما يبقاش عندك انا جي. او عندكش القوة ان انت تتحرك. ده انت كبرت. قبلنا تديم كل لسه حاجة. بس ده قصدي. يعني طول ما انت فعرف تتحرك وتروح وتيجي ومش تصور يعني تعمل تشتغل. فانت لسه. اه. صور ده شغل. فانت كده لسه صغير. فانت كده لسه بتعرف تغير حياتك مية الف مرة اه. وانا بقولك انا متهقلش هكمل في ده انا معافش اصلا هيفضل موجود بعد كم سنة ولا. بس اه كل حاجة بوقتها هو الحد ما بقى انا نفسي مش مبسوط فلانا بعمله. هو بداخل على بعده يعني. سؤال اخير احمد وده السؤال الاخير. عايز اعرف البراند ان انت تبني البراند الشخصي بتاعك. ساعدك في حاجات مختلفة في حياتك او مش عارف يعني انا ان انا بقى قابل مسلا ان انا بتاعي صح? فانا انا قابل حد زي احمد. يعني مسلا انت مسلا قلتلي مهمة جدا هتساعدني في حاجة كبيرة جدا. انت فاهم? او ان انا مسلا هفتح مطعم دلوقتي عارف ان احمد عنده اه مطعم فعندي فممكن نشتغل مع بعض فده ممكن يجيب شغل وممكن نعمل فلوس بعدين. فانا بتساعدني في ده. you know? اه مسلا محمود ابراهيم اه شركة بملايين عشان جي وتقابلنا وحب اللي انا بعمله وكده قعد معي بعدها باسبوعين اداني ساعة ونصف. الشركة بتاعمل اللي مش عارف حاجات مجنونة يعني. فساعدتني كتير في الحاجات دي. ساعدتني ان في ناس جاية تشتغل معي عشان عايزين يشتغلوا معي عشان بيحبوا المشن بتاعتنا وشايفين احنا راحين فين وعايزين يشتغلوا معنا ويبقوا جزء من ده. هي بتفرق بصة بتفرق جدا ان هي ده بيساعدك ان انت يبقى عندك في الشغل بتاعك وفي طريق الشغل وفي بتاعتك وفي كل حاجة. ما هو ده بتاعك. يعني عارف انت شركة بقاليها بتاعها عليها الوان بتاعتها والديزاينز بتاعتها والفونتز بتاعتها وكلام ده كله. فده بتاعتك فانت بتزهره بطريقة وكونسيستنت. فهي دي الفكرة ان انت تحافز تبني حاجة وتحفز عليها. جميل جدا. وده ساعدك 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 في حياتك. ساعدك في ان انت سهل لك حاجات عمل حاجات. الهدف هنا ان عايز اقول للناس ان هي تبدأ بتاعتها وقد ايه مهمة ان الواحد يبني ثقة. عمتا. هي انا بشوف انها بتفرق في الشغل قوي يعني. بتفرق في في الشغل بكل الطرق يعني. ان انت بقى تلاقي شغل جديد ان انت تشتغل في حاجة مختلفة ان انت الناس اللي تتشوفك تبقى عرفاك قصلا من قبل ما تتكلم معاك. زل. الحاجات دي كلها بتفرق جدا في الشغل ده رأي يعني. عندي كلين هو بيبيع هوديث وقدر ان هو يبيع ب122 ألف. كانت مديرتي على طول شايفة ان nothing is enough. فاكت. ويبدأت فيلانسنج في الاول. واول كلين اشتغلت معاه. اداني 8000 جنيه. رتسابك كان كم بقى؟ خمسة. كنت قلت لي ان الشهر اللي فات بس الواحد جالك كم كلين؟ 11 من انستجرام. قبل ما يبقى عندك الفين كنت بداعتي بكم فلاور. متين. فمش فرق انا عندي فلاورز قد ايه. المهم ان الفلاور اللي حييلي بيهتم بالكونتنت اللي انا بنزله. يعني هو ليه بيدفع لك 7000 جنيه في شهر وبيكمل معك. جعله على الاقل خمس اضعاف. واو. وبتعاملت الشغل ممكن بالموبايل. هو كله قصة من الموبايل. محتاج ان انت بتستخدم طول هي بتنزل لوحدها فانت تشتغل اربع ساعات في الشهر. وخصص كل. كل الطول ودي الطريقة اللي انتي بدأت بينا. وانست اشغلك يا لحدة تلوتي. لو عادي تشتروا الكورسي على طول ونشوفوا جوة. عشان فيه سيقو مبنية. اه بزبط. جامد جدا. جامد جدا. ودي حلقتنا يا جماعة النهاردة. ادي له. حلقة قوية جدا. ما تنسوش ما تنسوش. ثلاث ثانية قبل ما هتخلص عليك سؤال. فضل حردك. ايه النصيحة اللي بتقولها للناس اللي هي مش عارفة ايه شغافها شغافها تتفرج على البودكاست كل يوم. النصيحة للناس اللي مش عارفة شغافها. انا هقولي اللي حصل لي. الواحد بيبقى فيه حاجة كور معينة هو في دماغه دايما. تمام? يعني انا مسلا. نفسي ابقى ممثل. تمام? وانا صغير. كنت متخيل ان هو ده شغافي. بس انا كنت عايز ابقى ممثل عشان الناس. عشان اوصل حاجة للناس. يعني ايه? يلهم. يلهم الناس? الهم الناس. الهم الناس بحاجة معينة. منو انا صغير. لما جدي ممثل اه هو بتاعي شفت ازاي بيقصر في الناس انا كان عندي كنت عايزي عندي التأثير ده. فكنت متخيل كنت مقتنع ان شغافي هو التمثيل. اتخرجت من جامعة اكتشفت ان انا ممثل فاشل. تمام? اكتشفت ان مش هو ده ما كنتش لسه اكتشفت يعني كنت بحقاول وبعمل كنت فاهم كنت روحت ابقى ويتر عشان عايز اتعلم عشان اروح ابقى ويتر في ال ايه وكده. بس لما السوشل ميديا تلعت كنت كنت بستخدم التمثيل وكده بعد كده بنيت سوشل ميديا وبتديت اأثر على الناس بطريقة مختلفة. وبعد كده لما ابتديت اعمل ده واعمل البيزنس وابني واثر في الناس في الشركة. لقيت ان انا بقيت اأثر في الناس. مم. وبعد كده بعمل بطريقة مختلفة. مش بطريقة التمثيل. لقيت طريقة تانية تتوصلك اللي انت عايز اللي انت بتحبه. بالزبط اللي انت عايز تقدمه. فهي مش الموضوع هو يعني انا شغل في كزا حاجة. مم. انت فاهم? انا عندي كزا حاجة انا بحب انا بحب اعمل ادتنج. يعني انا اللي دخلني ان اللي انا كنت ممكن اقعد اعمل ادتنج 18 ساعة في اليوم. انا بدأت كده فاهم? اه بدأت ان انا بنيت اه يوتيوب مع واحد عملت كويس جدا وبعد كده اه رحت رايح بنيت حاجة تانية بنيت بنيت. فلاقيت ان انا. مم. فالكور لازم تعرف ايه هو السبب اللي انت عايز تعمل ده? يعني ايه هو السبب ان انت عايز تبقى ايه هو السبب ان انت عايز تبقى ايه هو السبب ان انت عايز تبقى دكتور عايز تبقى دكتور عشان اه او مسلا عايز تبقى بتاع فيزيو عشان انت كان عندك اصابة كنت لعيب كورة وجالك اصابة وحياتك وقفت ومحدش ساعدك بعد كده مرة واحدة انت كزا وراحت غيرت حاجة حياتك اتغيرت. فانت عايز تعمل ده للناس عايز تغير حياة الناس من ده. فلازم تلاقي ايه هو فعلا السبب. السبب الاساسي. السبب الاساسي. وشوف الطرق المختلف اللي اتوديك لي. ده شبه على فكرة فكرة ان هو واحد بيحب السفر فانا هعمل على سوشال ميديا اشانا بيحب السفر مع انك التوقيت اعمالها من طريق شركة سياحة. اعمالها من طرق تانية كتير يعني. ما في المية. ما في يعني يعني في كزا حاجة في كزا حاجة جات لي يعني في كزا في كزا يعني حاجة تانية بس انا بحب السفر. مم. وكنت عايز يسفر كتير. طبعا? وبدأت الشركة دي. اصلا كنت عايز اعمل على فكرة. يعني انا بدأت الشركة كنت عينت واحد فيديو عشان يأدت الكنت بتاعك. مم. بعد كده قلت ان انا ممكن اعمل الكلام ده للناس بفلوس. طيب خلاص انا حابني عشان بعد كده بس عايز اعمل بتاعي ببلاش. مم. بعد كده قلب في الشركة. فالواحد بس يبتدي يزوء. في حاجة معينة هو لأ نفسه فيها هو لأ ان هو بصحة مبسوط وبقى ما بحسش بالوقت. وفي سبب معين ان انا عايز اي امباكت ناس ولو حتى مسلا تلات اربعة حواليا. بس انا بقى امباكت اه بقى ايه هو ده اللي انا عايز اعمل اه هو ده. عشان كده حتى لما انا عملت البودكاست ده. اولا انا عملت صفحة جديدة يعني انا عندي يوتيوب تشانيل والريدي عندها مئة الف سوسكرايبر. ما استخدمتهاش يوسف صبري بس عليها فتنس. قلت لأ انا حدى اعمل اول. عشان حاجة مختلفة بنا. حاجة مختلفة تماما. وانا عارف ان الكونتن ده مش حيروح يعني انا ما بجيبش وناس انت ازاي مش فارقة. احنا في سبب معين احنا بنعمل الكونتن ده لحاجة معينة جدا وانا عارف هي ايه بيجي لي كم لايك بيجي لي كم مش فارقة عشان هو ده السبب الاساسي اللي انا بعمل ده. فالشغف. كل ما في ناس بتأثر اصلا هو ده اللي انت عايز توصل له. ان الناس اه يعني غير التفكيرها. بسبب فيديو مسلا غير تفكيره او خط خطوة بسبب فيديو انت عملته مسلا. وهو ده وهو ده فعلا وهو ده بقى هدفي. ام. انت فاهم? والهدف بقى يكبر وكزا 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 وكزا. بس. اللي مش عارف بقى يعمل مش عارف يبدأ منين يحاول بقى يدور على. عصد دي السؤال صعب. وليه مليون طريقة تجاوبها. فانا انا عشان كنا بسألك عشان نعرف ايه برضو الطرق المختلفة اللي. الطرق يعني في كزا في يعني اول حاجة بقولها للناس شوف الناس بتقول عليك ايه. ام. انت بتحكهم. ام. انت بتعمل لهم اكل جامد. انت بتغني. صوتك حلو. ما حادش بياخد بالهم الحاجات اللي هو شاطر فيها على فكرة في الاول. بالزبط المشكلة يا احمد ودي حاجة على فكرة انا. النهاردة معانا احمد بس اه بس ده جامد عشان ده انا هستخدمه يعني. وده بتخليني افكر. احنا مقتنعين وبزيات في المدرسة احنا منطعم المدرسة ده. ان احنا لازم نقعد نفشخ نفسنا. ونشتغل على الحاجات اللي احنا مش كويسين فيها. على بتاعتنا. بدل ما نركز على بتاعتنا. يا عم انت شاطر تعرف تتكلم كويس مع الناس. بس ما بتعرفش. يسحيلك بقى تركز في مليون الف حاجة تانية معادة دي. بالزبط. لأ انا عايزك تعرف تكتب كويس جدا. انا مش محبش كدام اصلا. عايزك تبقى اكسل شيت. فاهم? اه. وهو ده وهي ده اللي كان حصل لي. انت فاهم وانت صغير ومش عارف ايه الناس كلها بتحاول تقنعك ان انت تعمل حاجة عشان. بس انا يا عم ما باعرفش اكتب. ما باعرفش افهم ما باعرفش ابني باعرفش. بس انا باعرف الناس. باعرف اتكلم كويس. اه باعرف ابدأ حاجات من صفر اخدها من صفر الواحد. ان انا خليهم يبدأ. ومشكول الحاجات دي بتعلمها في المدرسة او في الجامعة. فيش عاي حاجة من الحاجات دي بتعلمها في الجامعة ولا المدرسة. ففيه طرق تانية غير الجامعة. يعني هي دي بس اي غير اللي بتدرسه في الجامعة. الناس بس فاكرة ان هي في حتاج تختار يا دكتور يا مهندس يا كزا يا كزا وخلاص. في تانية كتيرة جدا. بس ايه ما بتدرسش في الجامعة بقى اللي هو بقى فهم فيه منح جوب تقى. بس انا شايف ان التفكير ده بتدى يتغير عشان هو التفكير ده لسه زي ما هو عشان ابوهاتنا وامهاتنا ولسه جايين من دي. بس التكنولوجي يعني التكنولوجي من سنتين للسنة دي اتغيرت تماما. مم. والتغيرت. يعني مسلا شاب فاي مسلا من سنتين ما كانش فيه عشان او كانت صعب قوي ان انت. مم. دلوقتي انت لو عندك اي عندك اي حاجة عايز تبيحها في ثواني تعمل شاب فاي ستور. اللي هي اكبر بلاتفورم اي كامرس. وتبيع اللي انت عايزه من ع الوابسايت بتاعك انت عملته لوحده. في ثواني. تامبليت. كلام ده ما كانش موجود. فالدنيا تغيرت خالص. دلوقتي انا في ماركيرنج يعني انا عندي دكتورة سنان. عندها شركة ماركيرنج وعن او هي دكتورة سنان عندها دكتورة سنان. بتعمل فلوس اكتر من شركة الماركيرنج بتاعتها من العيادة بتاعتها. هي العيادة بتاعتها كل اللي هي بتعمله بالعيادة بتجرب حاجات بالماركيرنج ايزنجي تشوف ان هي عتعرف تجيب اول لا اشتغلت بتروح تقدمه على على عيادات تانية وتبيع تانية من يعني العيادة اصلا من دكتورة سنانية بتعملش فلوس. مم. بس احنا فاهمين ان اكتر الناس بتعمل فلوس دكاترة المهندسين كزا 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 كزا. انا عندي كمية مهندسين شغلين في في الشركة انت مش متخيل. كلهم متخرجين من هندسة. يعني كل الناس اللي معي في هندسة كلهم عاملوا حاجات تانية. وبيعملوا فلوس اكتر. اه. من مهندسين. ومبسوطين. ومبسوطين. فالعالم اتغير. يعني انت من اولهم يعني الفين وخمستاشر الفين وستاشر ان انت تقدر تعمل حاجة زي كده. كان نفسي اللي كنت شفتها قبلك لسراحة. سهلة. بس بس ان انت تبدأ وتغير مصير حياتك. زيتو انت يعني برضو يعني كل اللي بتفرج يعني صغير برضو. يعني انا متأكد طالما انت بتفرج وفاهم عندك الصحة وتتحرك وتعمل. ممكن تجرب مئة الف حاجة. وتفشل في حاجات كتير. وتجرب حاجات كتير لحد ما تعرف انت بتحب ايه. وهو ده الهدف. انت عارف بجد اكتر حاجة بتبتطني ايه احمد من من البودكاست. لما بقابل ناس عندها اتنين وتلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة. واحد شغال في بنك بقى له عشر سنين وبيقول لي على فكرة. انا بعمل دلوقتي. لسبب الفيديو. انا اه انا بعمل كرير دلوقتي وانا دلوقتي شغال في الجيم بعمل مع ان البوزيشن عالي في البنك. بس هو ادرك ان هو مفعش يكمل حياته في حاجة مجرد بس عشان فلوس وعشان وكلام ده كله هو انت محتاج تكون مستريح نفسيا ومبسوط ومتعامل مع الحياة. حياة جميلة. انا. هتكي نستحمه. معنش انا قلت انا حريت كده ليه وانسيت ان انا قبلت التجيب. انت فاهم? بس انت شايف انت شايف في طريقة معينة الواحد يلاقي بيها شغفه? انا شايفه يعني الموضوع هي خطوتين. الخطوة اللي قولي لازل طب انت عارف ان انت عايز تعمل حاجة مختلفة او عندك الاستعداد. زي ما قلت لك انت ممكن تعمل حاجة مش مبسوط فيها. بس اه ما عندكش يعني مش عايز تجرب حاجة جديدة. خلاص. وفي حاجة تانية في حاجة تانية احمد ان الناس مش عارفة هي عايزة ايه? ما هي دي بقى الخطوة التانية. ان هي انا بشوفها كده ان انت محتاج تعرف ايه اصلا. اعرف كان اقول اهالية في الجامعة مرة زمان لو انت عايز تدزاين كرسي. بقلت لك دزاين كل اللي ممكن تعملها عشان تعمل اشكال كرسي مختلفة. هتعمل مسلا تلات اربعة. بس لو حطيتك في مكتبة كاملة مليالة كوتوب مختلفة للكرسي هتيجي ترجع تعمل لي ميت ديزاين للكرسي. يعني عشان انت شفت وعرفت ايه اللي موجودة. فهي نفس الحاجة بالزبط. انت ما هتعرف ايه اللي موجودة? حتلاقي نفسك حاجة هتريق. احنا كلنا. بس برضو. مش مش يعني فمش بيحب يسافر. انا انا عارف ان انا ما بعرفش اقعد في مكان واحد. انا بكرة عايز اسافر حسافر. ودي كانت حياتي من قبل ما افتح الشركة قبل ما اي حاجة كنت باشتغل شغلانات. اه اروح اعمل ده النهاردة اروح انضف تلج اروح اعمل كنت بقى عمل فلوس بس انا بكرة همشي من هنا همشي من هنا وارجع عارف اعمل فلوس. فانا كنت عارف ان انا حياتي مش فارقة معي الفلوس. مش فارقة معي مش عايز الناس تقول عليا بص ده صاحب شركة بص ده ده غني جدا. انا كنت عايز برضو زيك. فالواحد لازم يعرف هو هو عايز حياته ايه? انت واحد عادي وتفكر فيها كده انت ادي الاجزامبل ده. انت دلوقتي في العشر سنين جايين هتديك تلاتة اوبشن. ماشي? هتديك عشرة مليون دولار. ماشي? بس هتشتغل كل يوم. ماشي العشر سنين جايين من تسعة الخمسة وما تقدرش تحب. تبقى لوحدك. مش هتحب حد. ماشي? او. هديك. هتاخد مرتب عادي تاخد مسلا مرتب كويس. مسلا اه مرتب كويس مدير في الشركة. وهتحب واحدة موت. بس هتشتغل من تسعة الخمسة. وهتحب ويبقى عندك ولاد وكزا وكزا العشر سنين جايين. ماشي طب? اخر اوبشن. ايوا. عم تقل في اوبشن تاني. بس اه اه في اتنين اوبشن كمان. اوبشن التالت. ان انت هتاخد برضو مرتب مش كبير قوي برضو مرتب مدير. بس ممكن تسافر تشتغل اونلاين وتسافر في اي وقت. اخر حاجة. تقريبا اول واحدة اللي هي العشرة اللي انا هتديك عشر مليون دولار وتشتغل هتبقى برضو اللي هو خلاص انت معك عشان وانت وفلوس. وفلوس. مش طب? فايه ايه انت معك تلاتة اوبشنز. اه. سافر. سافر. انا يعني فلوس مهمة. انا فهم هميتها. بس يعني مش مفرقش معايز الزيادة بتاعتها. نعم. يعني انا اه يا ترام انا هعيش حياتي. خب بالك. قصة انت. يعني ما هتكبر. اللي هيبسطك هي زكرياتك. انا. فانت لو انت لو شغال عشرة سنين كل يوم بتروح. انا مش مش عايزة يأثر على حد هنا بيشتغل من تسعة. لا هو ده عشرة مليون. هو ده عشرة هو. بس هي الفكرة ايه? ان انت هتلاقي عشرة سنين من حياتك طارو اكنهم يوم. انت بتعمل نفس الحاجة كل يوم. نفس الحاجة كل يوم. فهم? اه فمش ده انا هنا انا هنا بتكلم الناس لازم تعرف هي شخصياتها عاملة ازاي. ام. يعني هو ان انت تبقى واحد شخصيته ان انت عادي وهتتجوز هتبقى مبسوط. انت فهم? ما ده يمكن تقول لك مش لازم يعني لو انت في حاجة مش مبسوط بيها مية في المية مش لازم تسيبها. انت ممكن تبقى فعلا دم رايحك. بزا. ممكن تبقى انت معدكش مش مش عايز تغامر وبتاعها تمام. بزا. ما انت مستريح كامل كامل زي ما انت شغال. بس انا عايز اعرف الناس تعرف شخصياتها وتعرف هي بتحب ايه. عشان تعرف بتاعتها بقى. ما انت ما تقول ليش. انت عرف تبسيت على تقول لي انا حبقى دكتور. هقول لك ماشي. بس اقديك التلاتة تشويسي دي. تقول لي لأ انا هاخد اللي بسافر في اي وقت وفي اي حتة. طب ازاي انت هتبقى دكتور. انت هتبقى. بس تبقى كل يوم. انت هتبقى وتختور. اه. انت فهم? واحد تاني يقول لي اه يختار مسلا اوبشن في النص. بس هيشتغل اه مش عارف هيشتغل الفلوجر. ويسافر العالم. طب ازاي طب انت فالناس فالناس بس اه تكتشف هي هي بتحب ايه وبعد يتحب هي شخصياتها عاملة ازاي? ينو والموضوع مش بيحصل في يوم ليه لا مش هو انا لأ ما ممكن ياخد خمس سنين ان انت هتشتغل كل يوم من تسعة الخمسة. على البال ما تقدر تعرف تسافر. انت فاهم انا ما? اه لحد ما تعرف انت بتحب ايه? وممكن بعد ما تكتشف انت بتحب ايه تغير رأيك. بس وما نعودش في البيت نستنى بقى انا اعرف. لأ انزل واشتغل وقرب. مفيش حاجة تيجي الهد عندك. وكل حاجة تتعلم منها هتتعلم منها هتتعلم منها هتتعلم منها اه يوتيوب صور هتتتعلم منها. فالفكرة ان انت يو جس كيب ا 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 بتخلق لنفسك فرص انت بتقابل الناس وبتعمل واحد اتنين وتلاتة فانت بتلاقي بقى حد فهم شافك تما تيجي في شغلنا مسلا ان كزا فهو ده توفيق قول لك يعني خليلو مع بعض يعني. اه 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 يعني وتفويق من عند ربنا مية في المية. بقالنا ساعة ستة وتلاتين دقيقة. وقلنا رمضان حنعملها بسرعة ومش عارف ايها يا جماعة. بس لو انت الصراحة احد الغد دلوقتي ابعت لدي ام. انت تجامد جدا. اه بحبكو جدا يا جماعة والله. اه نزلت كم الفاترة اللي فاتت دي وقابلته انه قابلت الناس اللي تتفاره على البودكاست كان اول مرة بالصراحة. مش متخيل بجد لا احبكو جدا متنسوش تعمله العالم بتاعة احمد احمد محسن وبطاع الاكل. بتاع الاكل ده على اليوتيوب طبعا كل دول موجودين على انستغرام وتيك توك وفيسبوك. اه اتفرجوا اتعلموا من كونتنت بيتعمل ازاي? اه اه شوفوا بيحط علانات ازاي? يعني مش لازم لو انتو يعني عايزكم تبتدوا وتفرجوا على كونتنت برضو بطريقة اه ان انت بتشوفوا وبيعمل ايه وبيعملوا ازاي? عشان ده هيساعدك. ما تفرجش على كونتنت وخلاص. تفرج شوفوا وبيعمل ازاي. شوف احنا بنحط العلانات ازاي? شوف بنقولها ازاي? شوف بندخل العلانات في وسط الفيديو ازاي? كل ده يفهمك اللي احنا بنعمله ده بنعمله ليه وبنعمله ازاي? وبنعمل منه فلوس ازاي? بالضبط هيكل حاجة للناس فكله الاجابات كلها موجودة. بصد ما حتاك تركز تعرف. بالضبط. بنفكر ازاي يعني من خلال اللي احنا بنكرياته يعني. مية في المية. حاجة اخيرة مصر احمد. اه حاجة اخيرة كلمة اخيرة? زي اللي انت عايزه. مش لازم يعني براحتك. لا عادي ممكن نلاقيق كلمة اخيرة. لا هي كلمة انا يعني قلتها كتير في البودكاست ده بس هنا يعني خليك مبسوط. جام. حياة جميلة يعني ما ما تحطش على اي حاجة. جام. حياة ابسط من كده? ابسط بكتير. وفيها صعوبات برضو يعني. وما تعملش حاجة عشان حد. يعني يعني ما تخش يعني هي بس مشكلة لما يخش فيه الاهل بتبقى عرف تحلها ازاي يعني بس هي انت مش حاجة عشان حد لان انت اللي هتلبس في الاخر. يس. الندم صعب. هتعد ان بقى على سنين فاتت بس انت اللي خدت القرار فانت برضو يعني مش 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 ماما انت. اه انت اللي هتلبس برضو. اكتشف انت بتحب ايه. جامعة. وخليك مبسوط بس. جامعة فشل. بس يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك السرس كابل الحلقة بحبيتكو جدا انا شوفوا في الحلقة الجاية. حب اشكر احمد وزارة وعمر ورانا. واحمد كاميرا برضو. معنش هتديله برضو. بس يا جماعة بحبوكو وشوفكو حلقة جاية.